موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي ومشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال نهاردة وأخيراً خلاص عرفنا هنلاعب مين؟ هنلاعب نادي الهلال السعودي بعد هزمته من تشيلسي النهاردة بهدف مقابل لشيء طبعاً عندنا كلام كتير جداً في حلقة النهاردة كان عادة الحقيقة دائماً في برنامج الأهلي والمونديال خلاص عرفتوا التفاصيل اللي بتبقى موجودة عندنا في هذا البرنامج كل ما يخص بعثة النادي الأهلي كل الأمور الخاصة بكل ما يحدث في الإمارات من أمور خاصة بفريق كرة القدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بتكون معنا دائماً في برنامج الأهلي في المونديال ودايماً وكالعادة بما أن برنامج الأهلي في المونديال بيكون برنامج مختلف وبالتالي دائماً بتلاقي المزيعين ومختلفين يعني دائماً نهاردة هيكون معنا أحد نجوم شاشة قناة النادي الأهلي وليل أولا ما بنشوفه لي أنا أنا شايفه عمال يفرج في عين من دلوقتي لأنه هو دايماً بيبقى موجود مع حضراتكم دايماً الصبح النجم كريم كوجك اللي حيكون معانا النهاردة في حلقة اليوم بالكامير الحقيقة بيشرفنا طبعاً وبينورنا واحد من نجوم شاشة قناتنا للأهل زيك كريم مشرف ومنور والله أنا اللي متشرف ولا اللي متطور ولا اللي سعيد ببودي مع حضرتك النهاردة طبعاً ممسي عليه كابتالإسلام وممسي على كل حضراتكم مشاهدي قنات الأهل يعني نادراً فعلاً ما بلتقي كل حضراتكم في فترة المساء والصهرة بسهلاً النهاردة ومن حسن الحظ يعني القدر بعد الهداية دي فرصة عظيمة جداً إن أنا ألتقي بيكم أولاً وطبعاً إن أنا كمان ألتقي بكابتالإسلام الشاطر اللي نحن دي أول مرة نلتقي قدام الكاميرا فسعيد جداً موجودي معاك وعايز برضو من باب العلم بالشيء عشان برضو إيه نكون على بيينة من أولها أنا عايز أقول لك وإحنا داخلين على الهوى كل الزملاء في الإعداد مشكورين يعني إيه حاولوا يشرحوني إحنا النهاردة حيكون عندنا كذا الفلوب تاعة الأحداث حيكون عامل إزاي عندنا التخيطونهم بقول لكم إيه أنا جاي يقعد مع كابتالإستاني قاعدة حلوة هو الله العظيم الليلة بالكامل عندك أنا جاي يقعد معك قاعدة حلوة لكذا سبب أولاً وحيات ولادي عشان بباش بس فيها أي شبهة مجاملة أنا بحبك جداً وبحبك كلاعب جداً والأهم كمان ودي كانت من عناصر الجذب الجميلة قوي اللي أنا إيه بخباسة كده استشعرت أنها هتحصل في حلقة النهاردة إلى جانب جودتك كلاعب اللي لها غبرة عليها وأنت في غير عن اللي نتكلم عنها أنت كمان بترمز للناس اللي زي حالاتي بترمز لزمن حلو قوي والجيل حلو قوي غير متكرر وليه طعم محدش عارف حتى يقرب منه فقعد بقى معاك ومع النجوم اللي حينورونا النهاردة برضو كبات من كمان وقعد مع جمهور الأهلي دايماً قاعدة جمهور الأهلي قاعدة حلوة وقاعدة مختلفة دايماً جمهور الأهلي بينتظر الحقيقة هذا البرنامج علشان يعرف أخبار بعثة النادي الأهلي اللي بيحصل إناك الدنيا ماشية إزاي كابت الخطيب لما قاعد مع اللعيبة قال مبارح كابت الخطيب وهو في الأستاذ لما قابل إنفنتينو قال له كلام كتير يخص هذه الأمور دايماً بتبقى معنا وتبقى دايماً موجودة في برنامجكم الأهلي في المنديال زي ما حضراتكم عارفين دايماً بس في الآخر احنا عندنا مطش صعب عندنا مطش صعب جداً إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 3 ظهراً بالمناسبة عشان لو حد بيسأل في هذا الأمر إن شاء الله يوم السبت الساعة 3 الظهر النادي الأهلي المصري سيلاقي نادي الهلال السعودي لأنه زي ما حضراتكم عارفين نادي الهلال السعودي النهاردة تغلب من تشيلسي بهدف مقابل أشياء ولكن أدى مباراة قوية جداً 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 نادي الهلال السعودي وعنده مجموعة لعابين سنتكلم في تفاصيلهم أكتر مع الجزء الثاني أو الفقرة الثانية اللي بيكون معنا فيها تفصيل للأحداث اللي بتحصل من خلال شاشة قناة الأهلي ومن خلال شاشة الأهلي في المنديال يا كريم درماً بيبقى عندنا الشاشة بيبقى عندنا اتنين سواء أحمد ثابت أو بيبقى دايماً النهاردة حيبقى معاها أمان جيلبرتو الاتنين حيقولولنا إيه اللي بيحصل ده حوار ثري جداً أنا جايبك أمان حبيبك بقى كمان يعني علشان يبقى مش بالليل وعجبتني ساعة لبقى تتكيت على نادي الأهلي المصري طبعاً يعني إن هو نادي الأهلي المصري الإفريقي هو ممثل لمصر وممثل لكرة القدم الإفريقية النادي العريق اللي لو احتاجنا نتكلم عن مجرد نبذة من تاريخه ده إحنا عايزين أيام مش مجرد بالظبط كده وإحنا في الآخر زي ما أنت قلت إحنا كلنا بننتمي لهذه البلد الكبيرة جداً وكلنا بنحب هذه البلد أي حد بيروح في أي اتجاه تاني إحنا ملناش أي علاقة به ولكن دايماً اتجاهنا واتجاه النادي الأهلي نادي الوطنية ونادي اللي دايماً بيحث الجميع على بذل كل الجهد في المنتخبات الوطنية أو في كل مراحل المنتخبات الوطنية هو لو كان لو كان مثلاً نادي الزمالك هو اللي بيشارك في كاس العالم للأندية إحنا كلنا كأهلوية ما كناش نبقى أول المشجعين لي والعكس لا بش لازم نبقى احنا أول المشجعين خلي بالك من منطلق لو بيمثل البلد بالزبط كده الله ينقول عليك لكن هل ده معناه لو أنا مثلاً ما شجعتش نادي الزمالك وهو بيلعب في أفريقيا مثلاً يعني أنا بقول مثلاً عشان ما حدش يخده يقولك هو إسلام بيقول كذا لو مثلاً ده حصل على فكرة ممكن طبيعي جداً أن المشجع للأهلي ما يشجعش نادي الزمالك ده طبيعي ولكن هل ده معناه أن نادي الزمالك لا يمثل مصر لا طبعاً يعني حاجات غريبة جداً وبتظهر في أوقات غريبة جداً أفريقيا خلت جمهور الأهلي يبقى مبسوط بالأمور تدركت 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 الخطأ اللي حصل لأنه زي ما احنا عارفين زي ما حضرتكم طبعاً عارفين النادي الزمالك هو ممثل مصر وبالتالي هو ممثل أفريقيا لأن النادي الزمالك هو بطل الدوري المصري وبالتالي هو راح بطولة أفريقيا عشان ياخد خد بطول الدوري أبطال أفريقيا وبالتالي يمثل أفريقيا اللي هي مصر جزء من أفريقيا عشان يلعب وبقينا مضطرين نبرر ونقول ونوضح الصورة دي كان الكلف دا كان يعني وقت ما كنت أنت في الملاعب مش كده برده لا لا ما كانتش الأمور بالصعوبة دي لأنه ما كانتش فيه سوشيال ميديا ما دي من حلاوة الجيل اللي أنت بترمز دي واللي أنت بتنتبي لها كتب الإسلام جيل غير ملوس بكل بقى سلبيات السوشيال ميديا والنيران اللي نسبت إيدها مش عارف لمصلحة إيه أكيد مصلحاتهم هما الشخصية والترندات وعدد المتابعات والمشاهدات هواس الترند بس ده بوز بوز الليلة بوز المنظومة بوز متعة المشاهدة حتى في بعض الأحيان لا دي حقيقة دي حقيقة ولكن في النهاية أصبحت السوشيال ميديا جزء من حياتنا بطبعة الحال لا أحد يستطيع أن يمكن هذا الأمر يعني كلنا دلوقتي بنتكلم عن السوشيال ميديا اللي النهاردة السوشيال ميديا رايح على فين الترند النهاردة رايح على فين طبعا ولكن دايما احنا بنحاول يعني دايما احنا وده طبعا بالاتفاق مع كل المجموعة الموجودة احنا دايما كلنا كمزيعين بنتكلم عن إيه هنا داخل قناة النادي دايما بنتكلم على الترند الإيجابي طبعا الترند الإيجابي اللي هو دايما بيمشي في مصلحة البلد. واللي يساعد على البونة. اللي يساعد على البونة مش الهدم. بالضبط كده. مش ان انا طالع اقول انه والله اشتم كريم علشان انا نمرة واحد. لا. طب ما انا اتكلم من اقول ممكن انتقد كريم مفيش اي مشكلة. ولكن انتقده بشكل ايجابي. يخليني اقدر ابني على اللي جاي. والناس لما تشوفنا تبقى مبسوطة وهي بتتفرج علينا. مليون في المية. مش اللي هي بتسمع كلام ما يصحش ان احنا نسمعه. وما يصحش ان هو يطلع مننا. وخصوصا كمان لما يكون الاطراف الحوار اللي انت بتتكلم عنه ده شخصيات رياضية. وكل ما تكون مرموقة اكتر. كل ما المفروض ان ما يصحش. يعني حتى يتقال في حضرتهم النوع ده من الكلمة. احنا في نهاية المطاف بنتكلم على نادي كبير سئيل عريق لتاريخ. يعني ممكن زي ما كنت رسا بقول لكم شوية ممكن نقعد نتكلم عنه ايام وايام. مش مجرد حتى حلقات من الاهلي في المونديال او غيره من البرامج. وبيمثل مصر وبيمثل كرة القدم الافريقية في معترك يعني مش غيره كتير بيروح له. يعني اصلا فكرة. لا لا مش غيره خالص. يعني محاول بس يحسس على الكلام. لا اصلا دي مفاش دي حقيقة. دي مفاش تحسيس. دي حقيقة الحقيقة اللي ممكن لازم او لازم نقولها. يعني زي ما بتقول واحد زي دي واحد يسوي كم؟ اثنين. ما يسويش ثلاثة ابدا صح؟ طبع طبع. حلو جدا النادي الاهلي وممثل مصر الوحيد اللي راح كسل عالي. بس ما هي دي حقيقة بالمناسبة بالارقام وبكل شيء. طبع طبع. فبالتالي. لا دي حقيقة. ولازم نقولها. النهاردة بالمناسبة. واحنا بنتكلم مع حضراتكم. او النهاردة الصبح يا كريم. كان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي. كان حريص. الحقيقة. او كان حريص على ان هو يعمل جلسة مع اللاعبين. علشان دايما الجلسة دي بتبقى جلسة مهمة جدا. امام حضراتكم هذه الجلسة. وطبعا كان معاه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي. وكان معاه طبعا كابتن حسام غالي. او عضو مجلس ادارة النادي الاهلي. ونائب المشرف على كرة القدم. اللي هو كابتن محمود الخطيب. زي ما حضراتكم شايفين. دي كانت قعدة مع اللاعبين كل تفاصيلها. اعتقد ان حضراتكم قرطوها. انه كابتن محمود الخطيب كان بيحث الجميع. الحقيقة جميع اللاعبين على غلق ملف بالميرس. والالتفاف الى ما هو قادر. عندنا ميدالية. عايزين ناخدها. ميدالية المركز الثالث. ان شاء الله. مباراة صعبة جدا جدا جدا. بالمناسبة. اتكلم الكابتن الخطيب. ما كانش لسه اتعرف الهلال ولا تشيلسي. ولكن اذا كنت هتلاعب الهلال او تشيلسي يا كريم. فهي في النهاية مباراة صعبة جدا. جدا جدا. فريقين اقوى من بعض. فريقين اقوى من بعض. وفريقين الحقيقة. بمنتهى منتهى القوى من الناحية الهجومية والدفاعية. ووسط الملعب وكل شيء. كابتن الخطيب كان حريص على انه هو في الجلسة مع اللاعبين. اللي هو يعني يقول لهم على اقفلوا بقى كل حاجة. وفكروا في اللي جاي. فريق الهلال فريق تقيل. اه. وطول عمره تقيل. طبعا. وانت اكيد اضرب مني مليار مرة بحكم ان ده عالمك يعني. طبعا. بس انا كمجرد متابع لا عارف من زمان انه فريق تقيل ويتعمله 100 حساب. زائد انه كمان على حد علم انه هو تم تدعيم صفوفه. في الفترة الاخيرة بمجموعة برضو من اللاعبين المميزين جدا. حاجة يعني. يعني للمشاركة في معترك المنزل. سبعة. لو سبعة العبين ايه بقى يعني كمان. حيبقى القاء مش سهل ابدا. لا خالص. طب يعني تعتقد يعني تعتقد الدنيا هتمشي ازاي. وهل كابتن موسيماني هيهندل المباراة دي بشكل مختلف عن اللي شفناه في اللقائين اللي فاته. هو كان حريص من وجهة نظري. يعني انه كان حريص في المؤتمر الصحفي اللي بقى بعد المباراة بتاعت بالميرس. انه يقول انه هناك بعض الاخطاء اللي احنا يجب ان نتدركها خلال الفترة اللي جاية. وبالتالي انا دايما بشوف ان انت كمدير فني او كلاعب اول حاجة او اول سبيل للاصلاح. او للعودة للطريق هي اللي اعترف بالخطأ. مليون فلمين. فطالما اعترفت ان انت عندك خطأ. فخلاص يبقى كده دي البداية الجيدة. لما بعد كده ايه. ان انا اصلح الخطأ ته. طبعا طبعا. عشان اقدر العبي المباريات القادمة. وده دايما اللي بنشوفه الحقيقة. يعني انا دايما بيعجبني بيتسو موسيماني. ده من اول يوم. من اول يوم جي فيه وهو بيتعامل بنفس الطريقة اللي انت بتتكلم عنها. مضبوط. يعني انا مستغرب جدا من بعض الجماهير. وانا متأكد ان هما او حتى ممكن يكونوا بينتموا. ولكن انا متأكد هما لا ينتموا. او ما بيشجعوش النادي الاهلي. هم عايزين يوصلوا او يوصلوا لللاعبين ان في من جمهور الاهلي مش عايزكم او ما بيشجعكمش. ويوصلوا الموسيماني نفس الكلام. لانه في النهاية انا بلعب في كاس عالم. وجهة نظر يعني. انا بلعب في كاس عالم. وبلعب فريق بالميرس واحد من اهم واقوى الفرق في امريكا الجربية. طبعا. ان لم يكن افضلهم. وعملت معا مباراة في شوت. خلينا نتكلم واقعيا. في شوت. اللي هو الشوت التاني مبارع. بشكل جيد جدا. شوت الاولاني او كنا خايفين او متأثرين. بشكل او باخر بخطة اللعب اللي احنا مسكين فيها نفسنا شوية. ولكن في النهاية انا بلعب بالميرس. وشايف انه هو فريق قويس جدا. اتغلبت منه 2-0. وكان ممكن جدا في اخر نص ساعة ان انا دوس شوية. وقدر اجيب هدف. وقرب نتيجة ودنياة الكهرب. وجبت بالفعل هدف. وكان ليه ركل الجزاء. انا بتكلم على الشوت التاني. وكان ليه ركل الجزاء كنادي اهلي. وكان ليه كل الكلام ده. فانا الحقيقة بشوف ان الحمد لله والشكر اللي احنا عاملين شكل جيد. حتى هذه اللحظة. بنشرف كرة القدم المصرية بشكل كبير جدا. بنشرف كرة القدم الافريقية بشكل كبير جدا. اتمنى ان ده يبان اكتر ان شاء الله في المباراة الهلالة اللي جاي. لانها زي ما كنا او زي ما اتفقنا كلنا. مباراة ليست بالمباراة السهلة. وحيكون فيها شغل تكتيكي عالي جدا. طبعا انت يا كابتان السلام دلوقتي بتقول ايه بتقول. وبالذات في الشغط التاني وبالذات في اخر نص ساعة. طب سيبك من اخر نص ساعة. تعال نتكلم عن اخر خمس دقايق. انا شفت. جنال. النادي الاهلي. لا بعيدا كمان عن النتيجة. انا هكلمك على تفصيلها صغيرة اول. فضل. انا شفت النادي الاهلي ضغط المنافس ضغطة ما يعلم بيها لربنا. انا بنشكل خطورة ملحوظة. سيطرة شبه كاملة على مجرية الامور تاني بغض النظر عن ان احنا بنلعب عشر لعيبة وخسرين اتنين. بس ان طلب احنا قادرين على ده. ليه ما بدرناش بده. ليه 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 دايما الصحوة بتجنى. وانا مش بتكلم بقى على النادي الاهلي تحديدا ولا على اللقاء ده تحديدا. انا بتكلم عندنا التوجه ده حتى كمنتخب. ليه الصحوة مش بتجنى غير واحنا خسرانين والوقت بيبتدي يطير مننا. طب ما احنا قادرين على ده. ما بنبدرش بيه ليه. انا بشوف ان ايا دايما بتبقى تاكتك معين من المدير الفني خلاص. وانا كلاعب كمان لما ببقى ببقى ملتزم او بحاول ابقى ملتزم مية في المية بكلام المدرب طول ما انا متعادل او كسبان. لكن لو اللي قدر الله بيخش فيها جن ببقى عايز اعمل حاجة زيادة عشان اجيب التعادل عشان خطر الجمهور اللي بيقعد يتفرج علي وبيحب النادي وبيحب فريقه. وبالتالي ممكن ابزل جهد مضاعف عن اللي انا ببزله. علشان اجيب الجن التاني او اجيب الجن الاولاني او اتعادل او اقرب النتيجة. انها اكتر انها اثبات لشكل او خطة معينة بحاول اعملها. لما الخطة دي بيحصل فيها زي ما حصل امبارح دخل فينا الجن الاولاني في اخر الشوت التاني اخر الشوت الاول. بعد كده في بداية الشوت التاني دخل غير من كل التفكير اللي في دماغك كلاعب. واللي في دماغ موسيماني كمدير فاني. علعكس المباراة لقبلها. صحيح. المباراة لقبلها انا فضلت قافل قافل قافل. لما انا جبت الجن وكملت قافل قافل قافل. وكنت بروح بهجمات مرتدة. مش ده اللي كان حصل في منتري. طبع. طبع. فبالتالي ده فكرة كملت. في مطش منتري. في مطش بالمهراس ما كملتش. هو بس الواحد دي صعب عليه التفاهم زياني ببقى صعبان عليه. وهو شايف كفاءات ومهارات ولعيبة قادرة على الوصول وتشكيل خطورة على المرمى المنافس. يعني اكيد كلنا كاهلوية كنا نحب ان تكون نتيجة المباراة مختلفة. طبعا. بطبيعة الحالة. انت نفسيا انشوفها مختلفة عشان نلعب نهائي كاس العالم برده. خل بلدي. انت تلعب نهائي كاس العالم. مختلف تماما عن ان انت تلعب. لانiento حتى الآن لم يصل النادي الاهل الى نهاء كاس العالم. خدنا تالتة بل كده مرتين. وان شاء الله تبقى دي التالتة. ولكن الوصول بردو الى نهاء كاس العالم كان حلم الكل جمهور النادي الاهلي. ومجلس ادارته ولاعباه. وطبعاً تبقى عادة النادي الأهلي والأهلوية عادة مرهقة جداً لجابة النادي الأهلي اللي هي بفكرة ومبدأ ودي برضو من ضمن النقاط اللي يعني جاءت على لسان كابتل محمود الخطيب أثناء اللقاء وأكدت أحداك بتتكلم من شوية على اللقاء اللي جامعوا مبارح باللعيبة من ضمن التفاصيل اللي تكلم فيها كابتل محمود الخطيب مع لعيبة النادي الأهلي إنه كالعادة انسوا اللي فات ليبوا الصفحة إحنا دلوقتي ما قدمناش غير التركيز وكل التركيز في لقاء المركز الثالث أو مباراة تحديد المركز الثالث وطبعاً الحصول على الميدالية البرونزية لما له من انعكاسات طيبة على جماهير النادي الأهلي اللي طبعاً لها كل التحية والتأدير نظراً لمؤذرتها المستمرة الدائمة ودايماً وجودها كاتفاً بكاتف جنب لعيبة النادي الأهلي فما بنلحقش كأهلوية نفرح ما هو ده؟ ما هو ده على فكرة النهاردة كابت الخطيب وهو قاعد مع اللعيبة كان بعد الغداء وقاعد معهم النهاردة حصل كده كأننا كسبنا لو كنا كسبنا كان إيه اللي حصل كان هيقعد معهم نفس القاعدة على فكرة ويقول لهم إيه؟ ما هو ده الموضوع أصلاً أنت برضو إيه إحساسك بالموضوع ده كان برضو كداعب بقى سابق طبعاً وحصل ومع الكابت النهاردة والفكرة ده أكيد يجروا في دموكم كلاعيبة النادي الأهلي في طبعات الحالة أنا بقى بقى أرمز للجماهير اللي هي إيه؟ ما بتستنى الفرحة طب تدونا بقى بصحة نفرح ده حتى فعلاً على رأيك لو خدنا كاس العالم للأبدية أنا أعتقد أن تاني يوم كابت المحمود الخطيب وكل المنسوبي النادي الأهلي نفس الجملة حتى تتقال إحنا نسينا وقلبنا الصحة ما تدونا يومين نفرح طيب أنا بالنسبة لي مثلاً مباراة الصفاقصي لو فاكرها اللي هي بتاعة جونة بوتريكا اللي جابه في اللحظات الأخيرة دي بالنسبة لي مثلاً إن أنا أكسب مباراة زي دي المفروض إن هي فرحة كبيرة جداً وكل حاجة صح؟ بعد المباراة وإحنا يعني أنا حكيت الموضوع ده كتير بعد المباراة على طول الكابتن حسن حمدي كان رئيساً للنادي في ذلك الوقت والكابتن محمود الخطيبة كان نائباً لرئيس النادي في ذلك الوقت الكابتن محمود وكابتن حسن وكابتن محمود قعدوا معنا بعد المباراة طب يا أولاد هخليكم تفرحوا النهاردة ونتبسط وإحنا خدنا بطولة أفريقيا ونهائي بطولة أفريقيا وألف مبروكوا عاملين حاجة خرافية متعدلين في مصر واحد واحد وبعدين كسبنا واحد سفر في تونس وكانت مرة من المرات القليلة اللي ده يحصل إن انت تكسب تونس في تونس يعني في اللحظات الأخيرة السفاقسي في تونس في اللحظات الأخيرة ولكن بعد المباراة دمعنا طب هنفرح النهاردة احنا بكرة الصبح هنرجع وإحنا راجعين في الطيارة هنرجع إلى القاهرة عندنا مباراة كانت مع حرص الحدود على ما أتذكر عندنا مباراة مهمة مع حرص الحدود في الدوري العامل مصري وانسوا في طولة أفريقيا اللي انتوا في رسل لا انسوا في طولة أفريقيا اللي هي جاد بالطريقة دي اللي هي اللي انت كنت متعدل في القاهرة واحد واحد والناس كلها كانت بتقول ان انت مش هتكسب روحت جبت جنف في ديئة 92 ولا في ديئة 92 بتاع بوتريقة الشهير يعني كل ملابساتها مديانها كمان خصوصية جديدة بالزبط ومع ذلك ألبتوا الصفحة ألبنا الصفحة وبصينا في اللي بعد كده اللي احنا عندنا مباراة مهمة في الدوري العامل مصري اللي بالا وصفرنا اسكندرية ولعبنا المباراة وكسبنا 2-0 وكل حاجة الحمد لله والشكر اللي لكن انا بقول لك هو ده فكر النادي الأهلي حتى لقدر الله لقدر الله اتغلط زي ما حصل في مباراة بالميرس القعدة دي قد حتحصل حتحصل سواء كسبت أو صحيح بس بقى طريقة الكلام كسبت يا جماعة عايزين نركز وعندنا نهائي وعندنا وعندنا لكن دلوقتي يا جماعة نقل بالصفحة ونشوف اللي بعد كده عشان عندنا كذا 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 ده فكر النادي أهلي هو ده النادي الأهلي وكيفية ان انا اخرج من من كبوة اذا كنا بنعتبرها كبوة اذا كنا بنخرج من كبوة ورحيم في حاجة تانية بتلاقي هو ده فكر النادي الأهلي بس يا له من ضغط بيتحط على كتاف اللعيبة ورموز النادي ده ضغط يعني مش مشوية يعني حقيقي مشوية دي حاجة تفرهط اي حد احنا كجماهير بنفرهط طبعا ما بال بيكنتوا طبعا كانت الأمور الصعبة يعني مثلا بص لعبة المنتخب كلهم عاملين ازاي وجايين وخارجين من ضغط كبير جدا 100 مليون او 110 مليون واحد بيشجحهم او بيستناهم او بقى وبعدين يرجع فتخيل مثلا واحد زي حمدي فتحي ده واحد زي حمدي فتحي الشوية اللي لعبه منبارح على اللي لعبه في منتخب مصر على الأمور دي كلها خلت ان الرجل ابل فريرا المدير الفني لنادي لنادي بلميرس اتكلم عنه وقالك ده حمدي فتحي ده رقم 8 ما قالش حمدي فتحي رقم 8 ده واحد من افضل اللاعبين في اللي انا شفتهم وممكن جدا ان هو يطلع يلعب برا برا في اوروبا يعني وبالتالي كلام محترم جدا عن لعب محترم يا كريم طبعا احنا هو منتكلم على انه شارك 36 دقيقة مسلا مسلا اذا ما شافوش كل يعني اللي عايز اقوله انه كان يعني كل الارقام المتعلقة حتى بلقاء الامس تحديدا كلها يعني ايجابية جدا يعني كلها ايجابية جدا وفعلا كل الكلام اللي اتقال واللي اتكتب عن حمد فتحي كله كلام ايجابي خصوصا في مباراة الامس ويعني تاني قال جا اقول حاجة و30 دي اللي هو العب ممو مع ذلك كان عدد التمريرات الصحيحة او السليمة اللي جات من خلاله كانت 27 من اجمالي 30 فده طبعا رقم محترم جدا الالتحامات الهوائية اربعة من اربعة يعني حاجة عظمة بمناسبة الكلام عن حمد فتحي تعالوا نشوفوا حضراتكم دروقات التقرير عن هذا اللعب مكوك النادي الاهلي ونرجع لكم الكلام نتفضل انا بحب حمد فتحي جدا حمد من اللعبة اللي تستمتع وانت بتتفرج عليهم مجهود كبير جدا اسلوب رائع جدا جوال ملعب بموت نفسه على كل كرة في نفس الوقت انا بحب اللعبة اللي بلعب بدماغه كويس وبلعب بدماغه كويس مناغه بدربات رأسي حلو ده اه فحمد من اللعبة اللي انت تستمتع وانت قاعد بتتفرج عليهم لانه الحقيقة زي ما قلت يستحق الحقيقة كل التهنئة راجع من اربع ماتشاط فيهم اكسترا تايم 120 دقيقة طبعا وبيؤدي هذا الاداء في الوقت ده اعتقد شيء جيد جدا هو كالعادة برضو نرجع نقول يعني مفيش جديد النادي الاهلي من قديم الأزل كما عهدناه هو إنجاز التعبير كل جيل لازم بتلاقي له رموز كده مميزين ولعيبة سبحانك يا رب تحسهم حتى تكوينهم الفطري ماشي مع توجهات النادي الاهلي عندهم الديسبلين وعندهم يعني فكرة الالتزام بتجري في دمهم وأكيد ده شيء الدعم في النادي الاهلي يعني يعني احنا بنتكلم كل يوم تاني عن تفصيلة ما كل يوم نتكلم عن تفصيلة ما بتدل في نهاية المطاف على إن احنا بنتكلم على كيان بيمثل منظومة محترفة بكل ما تعنيه كلمة احتراف من معنى مظبوط مظبوط وبالتالي احنا بنحب هذا النادي علشان كده وبنقف في ظهر هذا النادي علشان كده وجمهور النادي الاهلي دائما ما يقف خلفه في كل هذه الصعوبات اللي حنا اعتبرها صعوبات يعني أنا لما اتغلب من بالمراس أنا هاعتبر إن ده صعوبات وليس كبوات يعني أنا وجهت نظر إن دي مش كبوات معها والله يعني عملنا نص ساعة أو أكتر كانوا كويسين جدا نقدر إن شاء الله في المباراة اللي جاية وحواري لحضراتكم الصعوبات المباراة اللي جاية عاملة إزاي من خلال الفقرة اللي جاية ولكن يعني أنا شفت إن هنا دخلت يعني الأمور اتغيرت فإزاك هنا براحب بحديتك طبعا يا كابتن إسلام وزميلي العديد كريم قدركم كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان سعيدة جدا طبعا هتقول لنا النهاردة لدينا أخبار كتيرة جدا تخص النادي الأهلي يلا بقى عشان كل جمهور النادي الأهلي ينتظر إيه اللي حصل للنادي الأهلي في بقاتة النادي الأهلي في أبوضبي مظبوط يا كابتن إسلام يعني زي ما عودنا الجميع مشاهدي قناة النادي الأهلي هنبدأ في البداية بأخبار النادي الأهلي وعشان نعرف بقى كل جديد عن النادي الأهلي خلاص الفريق أغلق صفحة مباراة في المارس وهيبدأ من بكرة إن شاء الله الاستعداد لمباراة الهلال السعودي لتحديد بقى صاحب المركز التالت والمقرر لها يوم السبت المقبل واللي هتتلاعب على ملعب النهيان الساعة 3 العصر يعني بالتأكيد طبعا المواجهة هتكون قوية بين فريقين كبار وإحنا كلنا ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي إن شاء الله هيكونوا على قدر من المسئولية وهيوصلوا الإنجازات ويحققوا البلونزية للمرة الثالثة مباراة السبت طبعا هيغيب عنها ثنائي الفريق اللاعب أيمن أشرف بسبب الطرد وكمان اللاعب محمد مجدي أفشب بسبب حصوله على الإنضاء الثاني في مباراة الأمس لسه مستمرين معاكم مع أخبار النادي الأهلي وبالفعل بدأ حجز تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي والهلال السعودي اللي كان مسؤولي طبعا الأهلي استفساروا عن موعد فتح التذاكر كان الرد إنه هيكون فيه 5000 تذكرة هيتم بيعهم لجهات معينة متفق عليها والبقى إن شاء الله هيتم بيعه من خلال فتح الحجز بعد مباراة الهلال وتشيلسي اللي خلصت بفوز تشيلسي وفعلا بدأ الحجز حاليا ويحق لكل الجماهير الحجز اللي حين انتهاء التذاكر المحددة للمباراة كمان بقى نروح للخبر الأكتر تدولا على السوشيال ميديا قبل ما تروحي للخبر التاني يا هنة لأنه ده خبر كان مهم جدا يا كريم كان تقريبا ناس كتيرة جدا بتتكلم عن يعني ليه جمهور بالميرس كان متواجد في مدرج أو في المدرجات أكتر من جمهور نادي الأهلي وطبعا اتضح لنا أن كل جمهور بالميرس أولى على التذاكر المرادي عملوا خمس تلاف تذكارة مفتوحين والباقي لسه مقفولين لغاية ما بعد نهاية تتضح الصورة لغاية لما تتضح الصورة على العكس اللي حصل قبل المباراة السابقة الحية جمهور بالميرس كان هو الأكتر لأنه هو اللي خاد التذاكر الأكتر بكتير ده هما كانوا تلت تلبع مليين تلت تلبع المدرجات تقريب من يوم ما بدأت أو من يوم القرعة تعملت وهم عارفين أنهم هيلعبوا مبارح فالنادي الأهلي لا كان ممكن لقدر رلع وتغلب ما كانش هيلعب يوم السبت صحيح فهي دي كان القصة يعني فده كان مهم جدا الشرح ده والنادي الأهلي النهاردة عرفنا أنه هو يعني تساءل عن موضوع التذاكر وعرفنا خلاص أنهما بيقولوا أن يعني هما خمس تلاف تذكارة بس اللي تفتحوا والباقي إن شاء الله ما بعد المباراة أو زمانهم اتفتحوا وزمانهم خلصوا طبعا نحن نروح بقى نروح بقى للخبر الأكتر تدولا على السوشيال ميديا والنهاردة صفحة بايرن ميونيخ استعدت ذكرة مرور عام على مواجهة الفريق الألماني للأهلي في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية ونشرت صورة تجمع بين طبعا منويل نوير حارس مرمى الفريق الألماني ونجمنا محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المباراة طبعا كانت انتهت بفوز الفريق الألماني 2-0 وكان نال النادي الأهلي بعدها استحسان الجماهير في مختلف أنحاء العالم على بقى مرضود اللي قدمه خلال المباراة يعني حقيقة كابتن إسلام أنه النادي الأهلي دايما بيشرفه مصر والكرة الأفريقية في المحافل العالمية كلها الايه؟ النادي الأهلي حقيقة بيشرف مصر وكرة الأفريقية في المحافل العالمية وده طبعا من خلال شفناه من خلال صفحة بيرن ميونيخ مظبوط لأنه النادي الأهلي الحقيقة في حتة تانية ومحدش لعب بعد من ميونيخ كتير برضو بمناسبة الكلام اللي انت قلته في الأول محدش لعب بعد من ميونيخ كتير طب يعني ومحدش لعب بعد من ميونيخ خالص صح؟ ما رحنا نرجع ونقول النادي الأهلي ليه شديد الخصوصية ومتفرد ومحطب للأرقام القياسية وصباق ورائد وكل الحاجات الحلوة دي مش جاية من فراغ طبعا ولا طق أحنا الجماهير مجرد بتشعر بانتماء لناديها دي وقائع واللي عنده شك في هذا الكلام يرجع مرة تانية لكتب التاريخ وهو هيتأكد بنفسه نرجع بقى لكتب التاريخ نروح بقى من أخبار النادي الأهلي الأخبار الفرق الأخرى وبالتحديد نادي الهلال السعودي ومديره الفني ليوناردو جاردن اللي قال نفس الكلام اللي كان قاله مستر بيتسو مسماني المدير الفني للنادي الأهلي عن نظام كأس العالم للأندية وإنه غير عادل قال مدرب الهلال لأنه مش من العدل أبدا نلاقي فريق بيلعب أربع مباريات في ظرف ثمن أيام وفريق آخر بيلعب مبارتين بس يعني الكلام ده كان طبعا قاله مستر مسماني من أول يوم والنهاردة بنسمعه تاني من مدرب الهلال السعودي وطبعا لحد الوقت الفيز فمرضش نهائيا لسه مستمرين مع فريق الهلال وبالتحديد مدافع الفريق علي البليهي اللي هاجم حكم مباراة فريق ودد شيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية النهاردة مدافع الهلال بعد المباراة قال إن الحكم ما كانش كويس وحسب أخطاء عكسية ورفض بحسب بعض الكروت للهلال في مناطق خطرة جدا على تشيلسي وكمان قال الحمد لله قدمنا مباراة جيدة وبنستعد مباشرة للمباراة القادمة الهلال السعودي هيلاعب الأهلي يوم السبت في مباراة طبعا الحصول على برونزية كأس العالم للأندية يعني أكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا النادي الأهلي إن شاء الله يوم السبت نكون بنحتفل بتحقيق برونزية جديدة يا رب إن شاء الله وتبقى البرونزية التالتة في تاريخ النادي الأهلي يا رب نروح بقى للصحافة الإماراتية وصحيفة البيانة الإماراتية علقت على خسارة الجزيرة ممثل الإمارات في مباراة ودد مونت ري المكسيكي بنتيجة 3-1 في كأس العالم للأندية الصحيفة الإماراتية قالت إن نادي الجزيرة كان متأثر بغياب 6 من لعبي الأساسيين ضد مونت ري وبعد الخسارة النهاردة احتل نادي الجزيرة الإماراتي المركز السادس ونادي مونت ري المكسيكي المركز الخامس في كأس العالم للأندية ولسه مستمرين مع الصحافة الإماراتية وموقع الإعين الإخباري الإماراتي هاجم مدرب الجزيرة الهولندي مارسل كايزر بعد طبعا احتلال المركز السادس في كأس العالم للأندية. قال الموقع فيه تقريره المنشور اليوم أن مارسل كايزر خيب الأمال مجددا وأنه ما قدرش يدير المباراة بالشكل المناسب. نروح بقى أخيرا لفريق بالمارس اللي بكأس العالم للأندية عمل رقم قياسي لأندية البرازيلية اللي بكده هتبقى وصلت للنهائي تسع مرات من بداية البطولة. كمان وصول بالمارس للنهائي هيبقى البرازيل صاحبة أكبر عدد من الممثلين في نهائي كأس العالم للأندية. وهتكون بهذا الرقم قصرت رقم الأندية الأسفانية اللي وصلت 8 مرات بس للنهائي. بطولة كأس العالم للأندية طبعا كانت بدأت سنة 2000 وأندية البرازيل دايما بتحقق نتائج جيدة فيها. لسه كمان ردود أفعال فوز الأهلي على مونتري مستمرة خاصة أنه هناك حالة غضب شديدة جدا من جماهير الفريق المكسيكي. بلغت حد تهديد جماهير الفريق مونتري بالقاء البيض على مقر النادي وعلى أجاري المدير الفني للفريق. وإذا لم يتم إقالته طبعا هيكون فيه غضب كبير جدا من قبل الجماهير. يعني طبعا فيه مونديال الأندية بسبب خسرته في المباراة الأولى أمام الأهلي بنتيجة 1-0. يعني ذي كانت فكرة أخبارنا النهاردة طبعا قبل ما أختم كلامي. بتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي زي ما قلت إن شاء الله يوم السبط يحققوا نتيجة كبيرة ونحتفل كلنا طبعا معاهم بتحقيق برونزية جديدة. يا رب إن شاء الله بإذن الله ونشكرك طبعا جزيل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية المتميزة والأخبار المختلفة. ودلوقتي بقى لو تسمحونا تعالوا نروح على الإمارات عشان ناخد فكرة برضو. طبعا ينضمننا بقى الزميل العزيز أمير هشام ونشوف كده إيه أخبار اللي بعت هناك وكافة التفاصيل. الأمير مساء خير عليك وأهلا بك في الأهل في المنذيال تفضل سمعينك. مساء الفل عليك كريم تحياتي لك تحياتي الكابتن إسلام ولكل مشاهدين ومتابعي قناة الأهل في كل مكان. يعني الأهل خلاص ابتدى استعداداته لمباراة الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. أكيد هتكون مباراة مهمة ودربي عربي كبير. ويعني فرقتين بتاريخ عريق في الدولة العربية في الحقيقة. فبالتالي المباراة هتكون مرتقبة بكل تأكيد. النهاردة طبعا الجهاز الفني تابع مباراة تشيلسي والهلال في الحقيقة كانت مباراة ممتعة جدا جدا. الهلال أدى مباراة كبيرة وراح على مرمى تشيلسي أكتر من مرة. فضيع فرص كتير فده إن ده اللي يدل على أن ده فريق قوي فريق الهلال. وده حاجة معروفة عنه في الحقيقة إمكانيات كبيرة ولعبين مميزين وجهاز فني جيد. فبالتالي كان فيه متابعة بشكل يعني مفصل لهذه المباراة من قبل الجهاز الفني بكهدد مستر بيتسو موسيماني الجهاز الفني للنادي الأهلي. في إطار بداية التحضيرات لهذه المباراة. للبداية هتكون من بكرة إن شاء الله. نحن عارفين نهار ده كان أجازة خالص ما فيش أي نوع من أنواع التدريبات. ويعني بس كمجرد اجتماع الكابتن محمود الخطيب. وهذا أهم حدث النهار ده مع الجهاز الفني للعبين. وطالبهم بيعني نسيان مباراة بالميرس. والتركيز على كيفية حصد ميداليا البرونزية المرة الثالثة في تاريخ النادي الأهلي وأسعد جمهيري الأهلي. ويعني كان اجتماع مصمر وجيد جدا. قدر من خلاله كابتن محمود الخطيب يخلق دوافع جديدة بالنسبة للعبين خلال المباراة المقبلة. فبالتالي كان في بعض اللعبين برضو عندهم بعض التدريبات في صالة الجيم كتدريبات استشفائية. يعني أمور كلها تبقى مهمة في إطار التحضيرات وبدايتها. بكرة إن شاء الله برنامج الأهلي حيكون من خلال فطار الساعة عشرة غدا الساعة واحدة ونص. الساعة أربعة حيكون في محاضرة من مسماني مع اللعبين. الساعة خمسة حيكون مران الأهلي في نفس توقيت المباراة. خمسة بتوقيت طبعا أبو ظابي. ثلاثة بتوقيت القاهرة. وده نفس توقيت مباراة الأهلي والهلال بإذن الله تعالى يوم السبت. يعني دي أبرز الكواليس وأبرز الأمور اللي حصلت النهاردة واللي هتحصل بإذن الله بكرة. أكيد من أتمنى كل التوفيق للأهلي في هذه المباراة. وإن شاء الله بإذن الله تخطى عقبة الهلال الصعبة جدا واللي هيكون عنده عدد كبير من جماهيره. وأيضا نماهير النادي الأهلي هتكون حضرة بعدد كبير. فبالتالي هتكون مباراة قوية وحماسية للغاية. إن شاء الله التوفيق يكون حليف نادينا النادي الأهلي في هذه المباراة. لو فيها أي استفسار أنا معاك وتفضل. هو مجرد سؤال رفيع يعني يعني بس عايزة عايزة تطمننا على الحالة النفسية كده والمزاجية العامة اللي عند كل اللعيبة وطبعا الجهاز الفني. ويعني مركزين إلى أي درجة في اللي جاي إن شاء الله. يعني بصراحة كريم مباراة كانت الحالة المزاجية مش على ما يرام. يعني الناس كلها كانت زعلانة جدا لأنه كان فيه فرص عند ينادي الأهلي أنه هو يقدر يعدل المرحلة دي ونوصل بقى المرحلة جديدة ونصل نهاش قبل كده في كاس العالم للأندية. لكن ده كان مجرد مباراة بس النهار ده يوم جديد. فبالتالي يعني دوافع جديدة لعيبة مركزة جدا. كان خلاص حاجة صفحة وعدة خلاص مباراة بالميرس التفكير كله بينصب على ما هو قادم دايما وهدي ثقافة النادي الأهلي سواء في الهزيمة أو في الفوز. فبالتالي خلاص الكل دلوقتي نفسي اللي فات ونفسي اللي حصل في مباراة بالميرس والتركيز أصبح منصب فقط على مباراة الهلال من خلال تحضراتها تكون مهمة جدا. وخلاص كله يعني دلوقتي مركز وبيفكر في المطش ده بس. ومعنويا خلاص الأمور ابتدت تبقى أفضل. نفسيا الأمور ابتدت تبقى أفضل. وإحنا منتكلم على جزئية معنويا نفسيا لأنه طبيعي أننا نتأثر كلنا كأهلوية بصراحة بعد الهزيمة دي. اللعيبة نفسهم كانوا متأثرين جدا نجاز الفني لأننا كان رغم الظروف ورغم كل الصعوبات اللي مر بيها النادي الأهلي ما قبل وأثناء هذه البطولة. إلى أن برضو كان طبيعتنا احنا كده كأهلوية يعني في الحقيقة أن أنت دايما رغم كل الظروف بتبقى عايز تحقق طموحك وهدفك وتحاول تتخطى الصعب. بصراحة قدرنا نتخطى عقبة منتري ومنتري بصراحة فريق قوي جدا رغم أن أنت كنت بتلعب ناقص كتير يعني في ماتش منتري أنت ناقصت تقريبا بالضبط 14 لعب 13 أو 14 لعب. ورغم كده قدرت أن أنت تعدي الماتش ده ووصلت من المرحلة دي ودي حاجة إيجابية تحسب للنادي الأهلي في الحقيقة والمنظومة كلها والجاز الفني واللعابين. لكن لما وصلت المباراة بابي مرس فريق بإمكانيات كبيرة كان عايز يسأر منك بعدما كسبته في السنة اللي فاتته وكسبته على حسابه الميدالية البرونزية. فكان عنده دوافع وحماس كبير وكان أجهز فنيا وبدانيا وكان عنده أرياحية. الناس جايين يلعبوا ونص نهائي. عطول ما لعبوش ماتش قبل يومين ولا حاجة. ما عندهمش إصابات. ما عندهمش أي غيابات. فبالتالي الأمور بالنسبة لهم كانت أفضل بكتير. ومع ذلك الأهلي قدر أنه هو يعمل مباراة كبيرة وقدر أنه هو يوصل للمرمى بابي مرس أكثر من مرة في الشوت الثاني. طار دائما أشرف أسر بشكل كبير. فهو ده اللي مزع على الناس شوية أنه كان ممكن نوصل وكان ممكن نقدر نعدي. حتى لو فيه صعوبات لكن وعي جمهور النادي الأهلي دائما بيبقى يعني معروف عنهم. أنه هو خلاص إحنا ورده كان عندنا يعني عقابات كتيرة جدا وحاجات خارجة عن الإرادة. ما قدرنا أنه إحنا نتعامل معها في المباراة الأولى ما قدرناش نتعامل معها في المباراة الثانية. فبالتالي صفحة وانطوت تفكير في اللي جاي إن شاء الله الأهلي يكون موفق في مباراة الهلال. فأنا بطمنك يا كريم بطمن كل المشاهدين أنه خلاص كله بيفكر في المطش اللي جاي وبإذن الله نكون موفقين بإذن الله. أمير أخيرا دائما لما بنعرف إحنا هنلاعب مين كلاعيبة يعني بيبقى فيها همهامة بيننا وبين بعض. الهلال فلان اللعيب الفلاني الهمهامة دي أو الكلام اللي ما بين اللاعبين طبعا أنت فسته فسمعته إيه الأخبار؟ لا يعني هو كلام كله على أن فريق الهلال فريق محضرم. يعني ما هاتش تكلم على لعيب معين لأن في نفس الوقت يا كابتن إسلام إحنا يعني عندنا لعيبة كبار جدا في فرقة النادي الأهلي. فهما بصين للهلال كفريق كمجموعة بشكل كامل بيلعبوا بشكل جماعي جيد جدا. فكان فيه إعجاب مستواهم في مباراة اليوم بالتحديد من قبل الجهاز الفني. لكن إزاي بقى يتم التعامل مع المباراة دي ده هيكون طبعا طبقا الاستراتيجية هيحضرها مسيماني سيناريو معين للمباراة تشكيل معين لهدي المباراة في ظل الغياب كمان أفشى وأيمن أشرف. في حماس ابتدى يكون موجود عند اللاعبين بشكل كبير خلاص بداية من النهاردة بعد المباراة. انت خلاص عرفت المنافس بتاعك مين فخلاص هيأتي نفسك نفسيا وزهنيا للمنافس ده. طيب واضح إن الدنيا قطعت خطة قطع طيب. دينا نسمع منه كم من أكبر من المعلومات. بالزبط كده احنا دايما بنحاول نجيب كل المعلومات الخاصة ببعثة النادي الأهلي المتواجدة في أبوظبي. الحقيقة علشان كل جمهور النادي الأهلي دايما وعب بيتفرج على هذا البرنامج. يكون عارف إيه اللي بيحصل أو على كل البرامج الحقيقة طول النهار أمير بيبقى دايما متواجد معنا. ويعني بيقول لنا إيه اللي بيحصل. خلينا نطلع فاصل ونستقبل فقرتنا الأولى كريم النهاردة. دكتور أحمد سابت وأيمن جلبرتو. الاتنين هيتكلموا معنا على التفاصيل بقى اللي حضراتكم عايزين تعرفوها أكتر فيما يخص نادي الهلال والنادي الأهلي في مباراة يوم السابت القادر. كلنا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل إن شاء الله نستقبل دكتور أحمد سابت وأيمن جلبرتو. احنا بس بنوري حضراتكم سبع تامل لعيبة كده أو ست سبع لعبين في نادي الهلال السعودي محترفين. متواجدين في نادي الهلال السعودي حاجة بسيطة كده كريم. محترفين جدا أوي خالص. صح. وبعدين تشكيل عجب من الأعمار اللي هي عز بقى العنفوان وأصحاب الخبرة. بالزبط كده فخلينا نعرف أكتر عن هذه الأمور وهؤلاء اللاعبين. ونتكلم أكتر عن مباراة اليوم النهاردة اللي تلعبت النهاردة الساعة ستة ونصف مباراة نادي الهلال ضد نادي تشيلسي. مع زمايلنا العزاز الدكتور أحمد سابت. ازاكا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله أيضا أيمن جلبرتو. ازاكا أيمن؟ كله كويس؟ الحمد لله كله تمام. حمد لله. خليني أبدأ معاك يا دكتور وتقول لنا برضو إيه اللي حصل في المباراة اليوم. أولا والله يا كابتن استمنى شايف أن يعني إحنا كفرق عربية سواء النادي الأهلي أو الهلال السعودي. مستوانة قريب من الفرق الأوروبية وفرق أمريكا الجنوبية. بدليل أن النادي الأهل مباراة الشوت الثاني تفوق على بالميرس البرازيلي. أيه. النهاردة الهلال السعودي في الشوت الثاني بيتفوق على تشيلسي الإنجليزي. ولكن بيظل فيه فارق في حتة التشتيت الزهن أو الهفوات أو بعض الأخطاء. نعم. مباراة شفنا بعض الأخطاء الدفاعية في النادي الأهلي أدت إلى أن فرقة بالميرس البرازيلي تكسبنا. النهاردة في بعض الأخطاء خطأ واحد دفاعي أدى أن فرقة تشيلسي تكسب الهلال السعودي. إذن المستويات متقربة ولكن حتة الزهن أو الأخطاء دي لو قللناها أعتقد أن احنا هنقرب إن شاء الله من الكرة الأوروبية وكرة اللاتينية يعني بإذن الله. شفت إذن المباراة النهاردة عامل؟ لا المباراة طبعاً الهلال السعودي قدم مباراة كبيرة قدام بطل أوروبا. خصوصاً الشوت الثاني الهلال النزل تقريباً كان هو الأكثر استحوازاً في الشوت الثاني. والهجمات كان هو الأقرب وكان فيه أكتر من فرصة ممكن للهلال السعودي أنه هو في الشوت الثاني يتعادل مع تشيلسي لولا. يعني سوء التوفيق في إنهاء الهجمة. طبعاً تشيلسي هو الشوت الأول كان متحكم بشكل أكبر. ممكن تكون الرهبة شوية كانت عند الهلال. هذا طبعاً طبيعي جداً. وحتى الهدف زي ما أحمد قال هدف من خطأ يعني صعب جداً. الكرة عرضية بتخبط في الشهراني بتنزل قدام لوكاكو. يعني قدام الجون جوه الستة ياردة زي ما بنقول كده. وفحطها هدف بشكل سهل جداً. الشوت الثاني الهلال تحرر تماماً ولعب كرته الهجومية. طبعاً زي ما استعرضنا كده في الفيديو السبع أجانب بتوع الهلال السعودي. سبع أجانب سبع أجانب بس منتكلم في قيمة السوقية حوالي 43 مليون يورو. لو نضربناهم بالمصر نشوف الرقم ممكن يبعامل إزاي. لعبة مميزة جداً. تقريباً هو المدرب في المطشين بتوع الجزيرة أو تشيلسي. استعام بخمسة منهم في التشكيل الأساسي. المباراة الأولى جاب ست أهداف ودخل فيه هدف واحد. المباراة الثانية دخل فيه هدف واحد. فريق رغم أنه يعاني شوية في الدوري السعودي كمركز رابع. مسجل 36 هدف وعليه 20 هدف. ولكن أسيوياً هو عمل موسم قوي جداً. وفي كاس العام الأندية حتى الآن هو عمل أداء قوي. نتمنى إن شاء الله فريق نادي الأهلي يكون في حالته. اللعيب يكونوا استعادوا عفيتهم خصوصاً للدوليين. وإن شاء الله نشوف مباراة كبيرة والنادي الأهلي هو الاكسر. طيب سابت برضو مهم جداً نعرف. توماس دخل. توماس دخل مش موجود بسبب إصابته بكورونا قبل مايه. هل ده هيفرق ولا مش هيفرق. ولا تعتقد أنه هو يعني أنا بسمع أنه بيكلمهم كونفرنس يعني فيديو كول. يكلمهم في التليفون حتى أثناء الماتش. فيه لقضة في الديئة 25 النهاردة في الماتش. واضح أنه فيه اتصال يعني بيكلموا بالتليفون. المساعد بتاعه اسمه لوف من المجر. طبعاً تشيلسي لأ يا كابتن إسلام ظهرت بصراحة برضو تشيلسي فرقة يعني قوية قوي. عندها مزيتها لسه موجودة فيها من السنة اللي فاتت. هي أحسن فرقة في العالم بتعمل الكاونتر أتاج بتعمل التحولات. عندها سرعة رهيبة في التحول من الدفاع للهجوم والدفاع بتاعها بصراحة منظم جداً جداً. يمكن الشرط الأول دايماً الفرقة اللي هي بتبقى الأكثر خبرة الأكثر المتوقعة الأكثر إن هي بتبقى تكسب الأكثر شخصية هي المسيطرة. برضو نفس اللي حصل مبيرح يعني النفس اللي هي كربونة من مباراة الأهل مبيرح. تعال نشوف يا كابتن إسلام أول حاجة معنا حالات شيلسي النهاردة. نتفرج على تشيلسي والتحولات الهجومية بتاعتهم وإزاي أسلوب اللعب المباشر. هما دايماً طبعاً ما تفرجش على المطش تشيلسي اللي لابس أصفر والهلال السعودي اللي لابس أزرق. اللي في وسط الملعب ده الكرة مع كوفازيتش. كوفازيتش اللي هو العيب الارتكاز اللي في تشيلسي طبعاً جامبه النهاردة بدأ جورجينيو. دايماً بيلعبوا أسلوب لعب مباشر عن طريق الدبابة لوكاكو. دايماً على طول يعملوا له التمريرة الطولية في ظهر المدافعين على طول ما بيفكروش. وحتى لو خدنا بالنا هنا في نقطة مهمة في الصورة دي. نبص على أسبل الكويتا. أهو اللي هو الباكرايت. ونبص على ماركوس ألونسو الباكليفت. الاثنين بدأوا يتقدموا مجرد أن الكرة بس في بناء الهجمة على طول 3-3-4-2-1 دي طريقة لعبهم. بتتحول على طول أن الظاهرين بيتقدموا بيبقى فيه زيادة عددية رهيبة جداً جوة المنطقة. أكتر ميزة مهمة جداً 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 في تشيلسي وهي اللعب المباشر والتحولات. الكرة هنا بتتلعب في المساحة ما بين الاثنين المساكين بتوع الهلال السعودي للكاكو. نجيب برضو الحالة اللي بعدها نفس الشكل. دي بقى لعبة الهدف كابتن إسلام برضو نفس الشكل بدأ من عند مين؟ من عند كوفازيتش. اللي هو فين؟ اللي هو في وسط الملعب. برضو نبص على الناحية التانية أسبل الكويتة هو بدأ يتقدم وماركوس ألونسو برضو بدأ يتقدم. هنا كوفازيتش برضو ست لعبين من 11. هنا كوفازيتش بيعمل إيه؟ سلوب اللعب المباشر بيعمل التمريرة الطولية برضو على طول. لمين؟ لهافارتس اللي هو إيه؟ اللي هو الجناح الشمال بتاعة شيلسي. هات الصورة اللي بعدها على طول. هنبص نلاقي. هفارتس هبص بقى كابتن إسلام الرقابة والأخطاء سهوة واحدة قدامتي شيلسي تكلفك هدف. بص لوكاكو واقف فاضي وكمان أسبل الكويتة اللي هو دوت. نعمل المارك عليه برضو. اللي عليه المارك اللي أبيض ده أسبل الكويتة. اللي عليه المارك اللي أصفر لوكاكو. العلامة الصفرة يعني لوكاكو والعلامة البيضة اللي هي أسبل الكويتة. بص هو بيعمل العرضية بص كام واحد فاضي. وبرضو في حكيم سياشرة. لو عملها باك باس هتبقى جون. هتبقى جون. هي عملت. يمكن هو ما عملهاش باك باس. هو عملها عرضية للباك ليفت. خبطت في الهيشري. اه. الباك ليفت بظاها للوكاكو بالخطأ. نعم. فلوكاكو طبعا راح مسجلها. ولكن النقطة هنا بتدل على عدم التركيز. ما ينفعش أن انت الصورة دي. نرجعها بس ثواني. هنا طبعا الهيشري. الشهراني. في بظاها ليه لوكاكو. يرجع بس بس طرح اللي قبلها مهمة جدا. هذه هنا. لوكاكو فاضي. ودي حكيم زياش. ودي اس بليكوتا. طبعا ما ينفعش مع تشيلسي يبقى انت بتدافع. لكن ما ينفعش يبقى الشكل ده. يعني ما ينفعش أن انت الرقابة تبقى عاملة كده. فخطأ واحد نفس الخطأ برضو بتاعنا مبيرح في الأخطاء الدفاعية. عشان كده بشوف أن هي كربونة من مباراة النادي الأهل مبيرح. احنا برضو سهينة في بعض الأخطاء في المباراة أمس في الأخطاء الدفاعية كلفتنا هدف. قدام الفرقة الكبيرة اللي هي بتبقى أعلى منك كيمة تسويية أعلى منك شخصية أو أعلى منك تكتكيا أو قدرات طبعا بتبقى لازم انت بنفعش تغلط قدامها. سواء تشيلسي سواء بالمراس البرازيلي. تعالوا نبص برضو على الحالة اللي بعدها. ده نفس الشكل برضو في الشوط التاني. هنا مين؟ هنا اللي معاك كورة اللي وقف وراء كوفا زيتش. نفس الشكل برضو مين اللي قدام لكاكو برضو بتتلعب له ايه تمريرة طولية في المساحة في ظهر المدافعين ده اسلوب لعبة تشيلسي اسلوب اللعب المباشر لكاكو بيفضل يتحرك ودي الظاهرين برضو متقدمين ودي اسلوب ايه ادي التمريرة الطولية للكاكو نفس الشكل اهو ادي لوكاكو بتتلعب له التمريرة الطولية برضو في نفس الشكل في المساحة الخالية اللي وراء المدافعين ودي المساحة الخالية اللي على طول اللي لوكاكو بيتحرك فيه. فطبعاً هنا نوع من الرزق شوية الشوت الثاني خدوا الهلال السعودي إن هم الشوت الأول كانوا بدئين بدفع منطقة وبيعتمدوا على الهجمة المرتدة بـ 4-2-3-1 بتحول 4-1-4-1 ولكن الشوت الثاني بدأوا يعملوا ضغط عالي شوية فبدأت تظهر المساحات للكاكو ده أول فيديو معنا اللي هو الشكل بتاعة تشيلسي أخطر حاجة في تشيلسي اللي هي التحولات الهجومية بتاعتهم وأنا أعتقد أن دي برضو ممكن تخليهم أقرب يعني أنا بشوف أن تشيلسي هيبقى فرصته أعرب شوية في الحصول على كاس العلم للأندي يعني فرقة قوية جداً ومعها دكت بودلاء برضو قوية جداً تعال نشوف تاني حاجة كابتن إسلام وهي الظاهرين متعة تشيلسي في تقدم الظاهرين داخل منطقة الجزاء أسبلكويتا وماركوس ألونسو بيلعبوا كأجنحة طبعاً الأجنحة بتخش الجوة بتضم والتنين عملين الأوفرلاب بس مش الأوفرلاب اللي هو اللي احنا بنشوفه العادي لا ده اللي اتنين بيكملوا جوه منطقة الجزاء يعني الاربي اللي هو أسبلكويتا جوه منطقة الجزاء وادي ماركوس ألونسو ده 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 الباكليفت وده الباكرايت والأجنحة هي اللي وراء يعني بصوا يا جماعة الأجنحة حكيم زياش وراء وهافرتس وراء فمين اللي جوه منطقة الجزاء أسبلكويتا وألونسو تعريباً إحنا لدي الأهلي بيلعب مفروض أنه بيلعب بالشكل بتاع التلاتة أربعة تلاتة فدي حاجة ممكن نتعلم منها عموماً ولعبتنا لما يتفرجوا على حاجة زي كده يشوفوا إزاي التحركات بتاعة الأزهار إزاي النهاردة محمد هاني وعلي معلول يبقوا دايماً متواجدين كده عشان يدونا دايماً الزيادة طبعاً فدي حاجة مهمة جداً إن أنت النهاردة الزيادة الهجومية بالنسبة لي الأزهارة نقطة مهمة جداً ما مشوفتهاش بصراحة فرقة في العالم حالياً غير تشيلسي هي اللي بتطبقها دايماً إن الزاهرين دايماً طيرين عشان عندهم واحد حميهم وراء وبتكبر لعيب زي موسى مريجا اللي هو راجل مفروض أنه مهاجم أو الزهير كمان بيلعب وسط مهاجم اللي هو يرجع عشان يغطي ويعمل التغطية الدفاعية ولذلك المدرب مغيروهش يعني المدرب بتاع الهلال السعودية مغيروهش لأنه عارف أنه كمان عنده قدرات دفاعية وكوها بدنية كبيرة رغم أنه في الأصل مهاجم لكنه تم توظيفه كجئ وينج كمّل لو عايز تتكلم على الهلال شوية هنتكلم طبعاً لو تكلمنا بقى على الهلالة كابتن إسلام وكابتن كريم بما أننا مباراة القادمة مع النادي الأهلي طبعاً الشوت الأول الهلال كان بيحاول أنه يلعب الهجمات المرتدة يمكن هي الكرة دي زي ما بنقول كده دي تقريباً الكرة الأبرز له في الشوت الأول سالم الدوسر لما بتتوجد له المساحة انطلق هنا مفروض الهجمة دي هو ضم قصر شوية وراح شايت الكرة بشكل مباشر وهو من اللعبة المميزة جداً في التزديد من خارج منطقة الجزاء وأعتقد لازم يكون لعبة النادي الأهلي مركزين جداً في حتة إزاي يضغطوا على لعبة الهلال لأن هم عندهم لعبة عندها مهارات التزديد زي سالم الدوسر وكمان بيريرا بيشوت برجله لشمال كور يعني خطيرة جداً فان شاء الله يعني الشكل ده ما نشوفوش في مباراة النادي الأهلي لأنه سالم الدوسر مميز جداً جداً في الأمر ده الهجمة التانية بقى في الشوت التاني احنا بنتكلم أن الهلال كان هو سالم الدوسر أفضل لعيب في آسيا بالضبط لا لا لعيب مميز جداً في التزديدات رهيب يعني الشوت التاني زي ما نشوف أن الهلال كان أبرز في الناحية الهجومية هنا اللعيب بيريرا البرازيلي ده لعيب محواري جداً في طريقتهم ده لما بيبقى موجود في الناحية الشمال مع الشهراني وبيميل عليه سالم الدوسري ده بتبقى الجابها النارية وتقريباً هم أغلب هجماتهم بتبقى الناحية دي لما يحبوا ينقله عن ناحية اليمين لازم هتلاقيه هو بيريرا راح برضو ناحية اليمين مع البريك بينطلق وبيقرب له مريجا بحيث يعملوا الشكل الهجومي بتاعهم وهنا بص فيه تلاتة أربع لعيبة من تشيلسي سايبينه خالص وهو برحته هو بص استلم الكورة لعبها لمريجا بالشكل ده لعبها تمريرة بينية ما بين الدفاعات مريجا راح انفراد ولكن حارس تشيلسي التعامل مع الكورة يعني زي ما احنا شاكدين هو ورا الدفاع هو راح انفراد ولكن حارس تشيلسي هو اللي قدر ان هو يتصدى للكورة وضعت فرصة هدف على نادي الهلال هنا برضو دي من الهجمات كانت المميزة جداً لفريق الهلال السعودي مريجا انطلق من ناحية اليمين هنا اللاعب رقم 9 يجاله قدر ان هو يغرب من المدافعين سقط نفسه كده لورا خطوطين ولعب الكورة بشكل وبشر ولكن سوق برضو التوفيق انها خبطت في مدافع تشيلسي ولكن الكورة التانية عشان برضو لعبت النادي الاهلي ان شاء الله يبقى الحاجات دي هم مركزين فيها الكورة التانية اللاعب لما كورة اتردت من المدافع راح عليها وجابها ولعبها تمريرة للمنطلق من الخلف محمد كينو وده برضو من اللعيبة الديفندرات الهيلين جدا في الهلال السعودي وبيشوت بشكل مميز جدا لعبها له وشاطها وحارس تشيلسي طلحها راكلة روكلانية وكانت فرصة عظيمة جدا لنادي الهلال الفريق هجوميا قوي جدا كابتن اسلام لكن عندهم بعض الهفوات الدفاعية لان هم لما بيلعبوا تحت ضغط او لما تقدر تعمل الهجمات من خلف الشهراني ومن خلف البريك لان هم بيتقدموا كتير ولكن خطورتهم دايما زي ما نقول لو سبت لهم الكرة بيريرا جوستافو في النص سالم الدسري ماريجا بيبقوا لعيبة صراع جدا في التحولات ومتشون مع الجزيرة الصراحة الاهداف كلها كانت متنوعة ما بين كور متحركة ما بين راكلة روكنية ضرب الجزاء تزديد كل حاجة يعني كل حاجة باللعب اللي هو اللي احنا بنقول عليه الشامل ولكن عندهم اخطاء دفعية ان شاء الله نقدر نستغلها طيب الفرق ما بين تشيلسي في الشط الاول وتشيلسي في الشط التاني معنا صورة ومعنا ارقاهم على شوف حدك الفيديو ده ده الضغط العالي بتاعت تشيلسي في الشط الاول تشيلسي بيضغط على طول باللاربع العيبة بيلعب دفاع هايلاين دفاع متقدم وتلاقي كيبة بيغطي ورا الدفاع دايما عشان ياخد الكور المرتدة اللي هي اللي راحة ليجاله من الهلال السعودي فده شكل الضغط العالي اللي كان بيعمله تشيلسي تشيلسي مميز بالضغط العالي مميز بيعمل دفاع عالي مع مصحوب بالضغط العالي وفي نفس الوقت ما اعتمد على الكاونتر اتاكو التحولات الهجومية من خلال سرعة التحول من الدفاع للهجوم من خلال الاعتماد على اسلوب اللعب المباشر للكاكو فده اسلوب الشط الاول تعال نشوف الشط التاني ونجاح الهلال السعودي اللي استحقوا التحيط صراحة في الشط التاني على اداءهم بص المنظر ده تشيلسي يا جماعة في وسط ملعبه كله قادي الواحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر لعيبة والجون يبقى 11 لعيب في منطقتهم قدام الهلال السعودي تشيلسي بيواقف دفاع منطقة في 17 متر قدام الهلال السعودي في الشط التاني وده اللي نجح فيه فرقة الهلال دليل على ايه دليل انها فرقة عندها شخصية زي النادي الاهل امبارح لما تقدر ان انت تحاول عايز ترجع وعندك الشخصية وقدام فرقة كبيرة وزناها في وسط ملعبه ده دليل على ان انت فرقة عندك شخصية وفرقة كبيرة طب ندل على ايه بالارقام نفس المقارنة اللي عملناها مبارح للنادي الاهلي هنعملها دلوقتي الهلال السعودي الفرق ما بين الشط الاول والشط التاني نستعرض المقارنة الرقمية هنبص نلاقي برضو الاستحواز برضو بتاع الهلال كان اقل في الشط الاول قلال جدا تشيلسي كان مستحوز على المباراة الاستحواز بتاع بص الهلال قادي الارقام قدامنا على الشاشة الاستحواز 38% بس للهلال الشط التاني هم استحوز اكتر من تشيلسي 55% عدد التمريرات في الشط الاول ليه 168% في الشط التاني 253% اللونج باس 24-29% يعتبر واحد المحاولات على المرمى الدعف اربعة في الشط الاول للهلال 8% على فكرة احنا عملنا اكتر منهم قدام بالمراضي عملنا اثنين واثناشر طبعا مع مراعاة ان هم بيلعبوا تشيلسي برضو المحاولات الصحيحة واحد اثنين العرضيات اربعة خمسة الالتحامات الصناية واحد وعشرين في الشط الاول والشط التاني تلاتين فده دليل على تفوق الهلال السعودي في الشط التاني على نادي تشيلسي تمام اذا مقارنة ما بين ارقام الهلال في الشطين امام تشيلسي اعتقد ان فرق كبير جدا ما بين الشط الاول والشط التاني طبع يعني الشط التاني اعتقد ان هو هيكون او بيخلينا نعرف ان احنا عندنا مباراة صعبة جدا جدا ان شاء الله يوم السبت القادم سواء للنادي الاهلي او حتى لنادي الهلال موضوع لك والتصرحان فيه بقى والاسات زب يعني بيحللوا وبيقولوا لنا الارقام والاحصائيات نتيجة الكلام اللي احنا اسمعنا دلوقتي من الزبلة ونتيجة متابعتهم ومتابعة حضرتك ليه اللقاءي الهلال السعودي اللي فاته سواء مع تشيلسي او مع الجزيرة طبعا ماتش الجزيرة الاماراتي لاعتبارات كتير ما ينفعش ناخده كامل القياس وان كان برضو الامر لا يخلو من ان احنا شفنا توليفة من الاجوال يعني على مزاجة على مزاجة والفريق اللي يقدر يصد لهذه الدرجة مع تشيلسي ويخليه بالكاد يفوز عليه بهدف يتيم وبصعوبة شديدة يبا احنا طبعا بنتكلم على خير وممثل لكرة القدم الاسيوية اللي هو الهلال احنا بالتالي في لقاءنا معاه بقى في رأيك انت شخصيا ايه التشكيل الامثل وايه طريقة اللعب الامثل اللي نقدر من اول لحظة مش هقولك نحسم الامور اللي صالحنا بس مبدئيا كده ان حجم مواطن الخطر اللي عنده فريق الهلال عايزني اقول التشكيلة على الاهل حاجة كده على الابدائي انا ما عرفوش لا يعني طبعا تشكيلي نادي الاهل اعتقد ان هو حيكون رجوع محمد عبد الماناقم حيكون حتمي الحقيقة لان محمد الحقيقة قد بطولة رائعة جدا فيه مع المنتخب الوطني وبالتالي اعتقد ان هو حجز لنفسه مكان الفترة القادمة في النادي الاهلي في 11 اللي حيلعبه ممكن يبقى جانبه ياسر ممكن يبقى رامي واحد من الاثنين حيكون معاه هل سيظل بيتسو موسيماني على طريق 3-4-3 ولا حيرجع 4-4-4-2-3-1 بحيانا معرفش تحارك منافس زي الهلال انهي الانسب والاكثر منطقية انت عندك فريق برضو لعبته كلها مهارية كل واحد في مركزه عندهم سرعة ارتداد من الهجوم للدفاع والعكس برضو ملفتة للأفضل اعتقد ان وجود حمد فتح يقفل الموضوع ده يا حبات انا اعتقد ان التشكيل الافضل للنادي الاهلي كما قلت يعني لو نستعرض التشكيل الافضل من وجهة نظر يعني تشكيل الافضل للنادي الاهلي في مباراة الهلال السعودي في احراس المرمى طبعا علي لطفي علي لطفي هو الاكثر خبرة من مصطفى شبير بالتأكيد في موضوع زي ده لازم ادفع بالحارس الاكثر خبرة اي ممكن 3-4-3 وممكن 4-3-2-1 هي بتختلف على حسب ادوار حمد فتحي حمد فتحي هو اللي بيحول طريقة اللعب من 3-4-3 لما بيزيد بيحولها ليه 4-3-2-1 بالزيادة كارتكاز دفاعي فطبعا حمد فتحي لا غنى عنه في المكان دوت لانه هو اللي بيقفلك العمق وهو اللي هيقوم بدور ان هو ياخد ايجاله هذه مهمة جدا ان حمد فتحي هو اللي هياخد ويقفلك حتة العمق نحية اليمين ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم في الحتة دي او رامي ربيع بيست ياسر يعني في حتة اليمين برضو بيبقى مميز فيها قوي رامي ربيع هيبقى ليه دور مهم خاصة في كباديل سواء بقى انت عندك حمد فتحي عندك السلية عندك ديانج عندك ياسر فلازم يبقى ليه دور مهم جدا لانه رامي برضو لعيب عنده شخصية نجي ليه نحية الشمال بالتأكيد محمد عبد المنعم زي ما حداك قلت عودته مهمة جدا جدا وهيبقى ثلاثة وراء الحمد فتحي ياسر ابراهيم على يمينه او رامي ربيع ومحمد عبد المنعم نحية الشمال اعتقد انها تديك ان شاء الله يعني صلابة دفاعية قدام الهلال السعودي نحية اليمين لخلاف على محمد هاني ونحية الشمال علي معلول لاثنين الارتكاز قليو ديانج وعمر السلية ده كده ثلاثة واربعة طيب نجي بقى للتحولات احنا مشكلتنا في المباراة الاخيرة كانت في التحولات الهجومية كانت في الاجنحة طيب انا اعالج الموضوع ده ازاي ان انا ودي طاهر محمد طاهر نحية اليمين ك من وجهة نظري ك جناح يمين عنده حطة السرعات عنده القدرات الدفاعية يقدر ينقل الفريق بسرعة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية ويقدر برضو يقفل الجبهة ويرجع ويساند محمد هاني مع وجود ياسر ابراهيم عشان يقفله الجبهة الخطيرة بتاعة سالم الدوسري احسر لها الفاسية نيجي لي الجبهة اليسرى لخلاف برضو على احمد عبدالقادر واحمد عبدالقادر هو اللي هنا هيخش دايما للعمق عشان يستغل نقاط الضعف الموجودة في دفاع الهلال السعودي بالذات المدافع الكوري البطيء الموجود عندهم يقدر ان هو يستغل لها نيجي بعد كده للمهاجم برضو محمد شريف محمد شريف المهاجم الوهمي اللي يقدر يتحرك على الاطراف ويسحب معاه دفاع الهلال السعودي ويفضل مساحات سواء ليه طاهر محمد طاهر او لحمد عبدالقادر دي من وجهة نظري افضل طريقة رامي ربيعة انا شايف ان الماتش ده ممكن يطول ممكن يوصل لركلات اشوات اضافية او التالت والرابع ميفوش اشوات اضافية لأ اه فرامي ربيعة برضو هيبقى ليه ادوار مهمة ان انت تقدر تستخدمه كباديل انت عندك السلية عندك ديانج عندك حمدي فاتحي يعني السلية وحمدي فاتحي مجهدين فممكن مسلا يبقى كباديل يخش تقدر تستخدم ربيعة في حتة الارتكاز الدفاعي برضو تديك تقدر تستخدمه مكان حمدي فاتحي فاعتقد ان دي التشكيلة الافضل من وجهة نظري ايبا انا مش اختلف كتير طبعا عن ان احمد ثابت هي الفكرة كلها في كيفية الضغط على لعبة الهلالية هي التشكيلة دي هي تقريبا تشكيلة الامسل عودة نحمة عبدالنعم مهمة جدا الاهم زي ما قلنا ان حالة عمر السلية تكون مياه في الماء يكون رجع لحالته الطبيعية لان هو الوحيد اللي يقدر حاليا مع ديانج ان هما ينقلوا الحتة الهجمية لان خاصة فيش افشة افشة مش موجود فعمر السلية هو اللي يقدر يحرك التلاتة اللي قدام بالشكل اللي يخلينا نستغل السرعات ليه لان زي ما قلنا الجبهة اليسرى عند الهلال السعودي الشهراني لما بيميل عليه بيريرا في وجود سالم الدسري جبهة خطيرة فالنهاردة هل طهر محمد طهر لازم يبقى دايما هو ليه دور زي ما احمد قال كده ان هو في الحتة دي وعنده سرعات فالارتداد بتاعنا لازم ما يبقاش لا بنفقد الكرة بسرعة في المرتدات ولا ان احنا نبقى بطوء لان هما لو استرجعوا الكرة التانية هيبقى دايما عمل لك ضغط الحاجة التانية ان لازم التلاتة اللي هيبقوا موجودين لو هنلعب تلاتة اربعة تلاتة اعتقد دي الطريقة الامسل ان انت توقف بيها قدام فريق بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بالشكل بتاع الهلال السعودي ان لازم عبد المنعم او رامي او ياسر التلاتة اللي موجودين معهم الحمدي فتحي زي ما حضرتك قلت الضغط على طول على لعبة الهلال ما تديهمش الفرصة بتاعت التصويب لعبة يعني فكرة التصويب عندهم رهيبة جدا سواء بيريرا الدوسري ماريجا ايجاله بيلعبوها بشكل رهيب كنه كمان لما بيبقى جاي من من خلف كده كلاعب وسط ارتكاز غير ان زي ما شفنا كده الكورة بتاعت بيريرا لما استلم براحته خالص ماريجا سريع جدا يقدر ان هو في لحظة يضرب الخط الدفاع فالخطأ اللي وقعنا فيه في ماتش بالمراس نحاول ان احنا نتفادا في مباراة الهلال عشان نقدر بقى في التحاولات الهجومية الاهلي يقدر ان هو يسجل وان شاء الله تبقى مداليا برونزية جديدة في استجلات النادي الاهلي بيا رب كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في هذه المباراة مباراة صعبة مباراة مهمة ولكن في النهاية حننتظر ونرى ايه اللي حيحصل اليوم السبت القادم والتشكيل اللي حيلعب بيتسو موسماني وكلام كتير جدا هنقولوا لسه عندنا الخميس في الجمعة نقدر نتكلم فيهم اكتر واكتر واكتر اشكرك شكرا جزيلا احمد سابت شكرا جزيلا امان جلبرتم على وجودكم معنا النهاردة خلونا نطلع فاصل او قبل هذا الفاصل حيكون معنا تقرير مع مهدي بن عبيد برضو نتكلم عن مباراة او فرص مباراة الاهلي مع الهلال ومباراة الاهلي وتشيلسي وبعد كده فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل احد نجوم النادي الاهلي نجم الكبير الكابتن رامي عادل في حوار فني جدا ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل كابتن رامي عادل دلوقتي طبعا الاستاذ مهدي بن عبيد التونسي المحلل والمدرب استاذ مهدي تقييمك للمباراة النهاردة ايه الاول ما بين الهلال وتشيلسي وكيف اطرى المباراة الاهلي والهلال المباراة فعلا مباراة مباراة الاهلي وتشيلسي مباراة اوفت بوعودها وغير انك تشاهد مباراة من الدور الانجليزي على الاراضي الاماراتية مباراة قوية جدا من الجوانب البدنية التكتيكية الفريق الانجليزي تقريبا بكل نجوم اللي نعرفوها ما عاد غياب المدرب الهلال قدم نفسه كأحسن ما يكون قدم مباراة بطولية كان قريب من التعادل في وقت من الاوقات تلك هي احكام الكرة مبروك للهلال هذا الاداء مباراة لا يمكن نسيانها بسهولة مباراة يعني خلنا نقوله تؤكد حجم شعبية هذا النادي العريق على مستوى الاسوي الاهلي والهلال بقى تشوف المطشد ازاي مباراة بفتوحة لكل احتمالات مباراة الاشقاء الاهلي المصري نادي القرن في افريقيا غني عن التعريف تمنين انه يمشي لبعيد مثل مثل الهلال نصف نهائية تلك حكام الكرة عانى كثير من الاسابات من غياب بعض العناصر مؤثرة مش نهاية العالم مباراة على المركز الثالث مهمة للفريقين تحسب الفريقين المباراة برونزية مفتوحة لكل احتمالات مرة ثانية في اعتقادي لو كان الاهلي مكتمل للصفوف ربما يكون هو افضل في هذه المباراة لكن قياس بما قدموا الهلال مكتمل للصفوف في اعتقادي الهلال هو اقرب الفوز شوية وان كان نتمنى نحن وانهني الفريق اللي فائز في هذه المباراة فريق عربي نتمنى حضوره دائما يكون متواجد ارقام الاهلي تتحدث عن نفسها سنوات الاخيرة لم تأتي من فراغ نادي يعني تقريبا تعود على مثل هذه اللقاءات على مثل هذا الحضور على مدى التبثيل المشرف العربي الافريقي تحياتي لادارة النادي تحياتي لرئيس النادي لجمهور النادي الاهلي المصري العريق اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى ازاي المشاهدين خليني ارحب بضيفي واضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجبة الكبير كابتن رومي عادل ازاكا روميو ازاكا يا سلم حبيب حبيب وحشنا جدا ده انا بغيره خلص يا كريم خلي بالك ما كانش كده يا انا ايه اللي استجد مش عاد نسأله بقى بي حاجة مريبة اولا سعداء لوجودك معنا من اول بيتك سعداء جدا لوجودك معنا وطبعا عندنا كتير جدا من التفاصيل بنتكلم معك بخصوصها بطبيعة الحال اغلابها متعلق بالنادي الاهلي ومشاركته في منديال او في كأس العالم للاندية انا عايز بعد ازدك يعني نبتدي معاك برؤيتك العامة لمجرد فكرة وصول النادي الاهلي للمربع الدهبي في هذه البطولة برغم كمية العكسات اللي حصلت معه غيابات اللعيبة الدوليين الاصابات الى اخره فمجرد الوصول للمربع الدهبي شايفه ازاي ورأيك لو كان الوضع لو كان الاهلي راح بكامل قوته بكامل كاتبته ومن غير كل الاصابات ولا الغيابات اللي احنا بنشهادها دي كان الوضع ممكن يفرق الى اي درجة طبع بالاول بقول طبعا انا سعيد ان انا مع حضرتك ومع اسلام طبعا اخويا طبعا يعني وحشني جدا جدا يعني وهو موجود في بيتي في قناة النادي الاهلي طبعا يعني طبعا الاول بقول لي يعني هارد لك على المتش مبارح النادي الاهلي يعني ادى اداء كويس بصراحة يعني رغم الظروف زي ما حالك قلت في الاول طبعا الظروف كانت صعبة جدا غيابات كتير انا حتى استغربت جدا لما لقيت عمر السلاة بادئ في المتش يعني انا قلت يعني بالنسبة لي كانت حاجة صعبة جدا اللعب في افريقيا ما تشوت كتير والراجل اشترك بنسبة كبيرة جدا في المبارات في افريقيا وكان اللعب اساسي وجي من صفر على الملعب فاستغربت لما لقيته في الملعب بصراحة تفصيلة دي الوحدها دلالة على حاجة بتدل على شيء ما مدى احتياج الفريق اكيد طبعا اكيد طبعا خلي بالك برضو لانه مش مكان مجدي افشة مسلا يمكن اختار عمر عشان اقرب لناحية لجومية شوية ايوة شوية بالزبط كده طبعا لقى الظروف فيه مع عكسة طبعا مع النادي الاهلي جدا وانه هو وصل للمكان ده طبعا كويس جدا رغم الظروف اللي عدد عليه بنتمنى له بقى التوفيق في الماتش اللي جاي الماتش اللي جاي ده صعب جدا طبعا ماتش احنا شفنا النهاردة شفت النهاردة بنسبة كبيرة يعني بس معظمه على الموبايل يعني بس لا الهلال فرقة كبيرة فرقة كويسة جدا طبعا النهاردة قدت اداء كبير جدا قدام تشيلسي يعني الواحد كنت لسه بتكلم مع حد كده فبقاله بصراحة انواحد مش عارف يعني تشيلسي جامد ولا الهلال جامد انا مش عارف بصراحة الماتش كان غريب يعني شوت اول مختلف على شوت تاني تمام جدا 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 فرقة بصراحة محترمة وعندها لعيبة مميزة جدا يعني فالماتش هيبقى صعب جدا عن نادي الاهلي بس ان شاء الله الاهلي يقدر يعمل حاجة بإذن الله كويس ان شاء الله طيب خلينا نروح معانا زوم عبر زوم يعني مكالمة عبر زوم معانا كيفين ويلسن نجم نادي تشيلسي السابق وبرضو نسأله عن اولا اهلا بك طبعا في قناة النادي الاهلي او على شاشة قناة النادي الاهلي في البداية حابين نعرف رأيك في مباراة اليوم بين تشيلسي والهلال السعودي حسنا اشكركم على تواجدي معكم انا اعتقد ان مباراة الهلال وتشيلسي كانت قوية جدا اعتقد ان الهلال لم يكن على المستوى الذي ظهر به في الشوط الثاني المباراة بدأت وكما ان لو تشيلسي كان مجهدا فكان على الهلال ان يلعب بنفس الاداء في الشوط الثاني مربما لاختلاف المدينة واختلاف التوقيت ولكن تغيير حارس المرمى وتغيير اللاعبين للمناخ الذي خاضوه يعتبر امر مرهق للاعبي تشيلسي طيب خطة تشيلسي كانت مختلفة في هذه المباراة ولا كانت الخطة اللي دايما بيلعب بها وهل تواجد او عدم تواجد توماس تخل المدير الفني لم يكن متواجد في الامارات هل ده فرق مع فريق تشيلسي بالطبع الامر مختلف تماما انه يستطيع ان يصنع الفارق بتواجده بتواجده على الخط ولكن اعتقد بتوافر التكنولوجيا والتواصل الان الامر لم يصبح الامر لم يكن صعبا على اللاعبين وعلى الجهاز الفني ولكن اعتقد ان تشيلسي كان كان يلعب مباراة يوم السبت في الاف اي كوب وكان الامر صعبا على اللاعبين السفر والاستعداد لمباراة جديدة بعد ثلاثة ايام فكان الامر صعبا على اللاعبين بالفعل جميل مستر ويلسون شكرا لك على الوقت هذا هو مجموعة ويجب أن أسألك عن المباراة ما هي تتوقعاتك عن المباراة لشيلسي حسنا اعتقد انه يجب علينا الفوز الشيلسي لم يفوز ببطولة كأس العالم للانديا من قبل واعتقد ان الفريق يجب عليها ان ينهي هذه البطولة متوجا اعتقد ان الفائز ببطولة دوري ابطال اوروبا يجب عليها ان يفوز ببطولة كأس العالم طيب برضو مستر كيفين شايف المباراة القادمة امام بالميرس بالميرس تفرجت عليه ولا لا نعم انا شاهدت فريق بالميرس ليس كل المباراة ولكن شاهدت المباراة واعتقد ان النادي الاهلي كان جيدا في الشوت الثاني واعتقد ان الاهلي الاهلي لم يكن بنفس المستوى في الشوت الاول وخصوصا ان الفريق البرازيلي استعد جيدا اعتقد ان الاهلي افتقد للعديد من اللاعبين مع منتخب مصر اعتقد ان تشيلسي سيفوز على فريق الهلال بهذا المستوى واعتقد ان الاهلي اعتقد اني امل ان يفوز تشيلسي ويفوز فريق الاهلي على الهلال في المباراة القادمة في تحديد المركز الثالث والرابع تمام طيب برضو سؤال اخر بعد اذن حضرتك يعني هل ترى ان تشيلسي وهو الفريق العريق ولكنه صاحب نتائج متزبزبة الى حد كبير في الدوري الانجليزي هذا العام او هذا الموسم هل ظهر بنفس الصورة في كأس العالم للاندية خصوصا ويمكن ده اللي بيخليني نسأل السؤال بهذه الصيغة ان هدف لوكاكو كان من خطأ فادح لمدافع فريق الهلال فكيف رأيت هذا الامر اعتقد ان هو نفس الفريق بالفعل الذي يشارك في الفريق لديه الكثير من فرص الاهداف الضائعة والتي تفوت عليه الفوز في كثير من المباريات في الفريق وتجعل الامر اكثر صعوبة في الدوري المحلي ولكن في النهاية ولكن في النهاية يجب على اللاعبين الاحراز المزيد من الاهداف ليحققوا الفوز اللاعبين يؤدوا بشكل جيد على ارضية الملعب اعتقد ان غريزة الهداف يجب ان تكون متاحة للاعب تشيلسي في هذه المبارات الصعبة هل تتوقع ان ينجح تشيلسي في مشاركته التانية بالعودة الى لندن باللقب العالمي؟ للمرة الاولى في تاريخه بعدما حل وصيفا في مشاركته الاولى بكأس العالم في النسخة 2012؟ نعم امل امل ذلك امل ان يفوز تشيلسي ببطولة كأس العالم هذا العام كمشجع لفريق تشيلسي في المقام الاول فاتمنى ان يفوز بها تشيلسي اعتقد ان المنصة التي تنقص تشيلسي ان يصعدها الان اعتقد ان فريق تشيلسي لديه لعبين رائعين ويتميز بانه افضل من جميع الفرق المشاركة واعتقد انه يجب عليها ان يفوز بالبطولة طيب على حد كلام حضرتك وجود مجموعة من اللاعبين الرائعين ضمن صفوف فريق تشيلسي هل ده معناه بالضرورة انه لن يكون هناك اي تغيير او اجراء اي تغيير على تشكيلة النادي اللندني في موجهته امام بالمراس سيفقى الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بالتشكيلة ام هناك مساحة كافية لاجراء بعض التعديلات اعتقد انه لن يوجد اي تغيير ولكن اعتقد ان الفترة المتاحة تتيح للمدرب ان ينظر الى بعض اللاعبين ربما ميسن ماونت سيبدأ المباراة له تأثير كبير على الفريق خلصا بعد ما نزل اليوم اعتقد ان في خط الدفاع سنرى بعض التغييرات اعتقد ان الونسو لم يكن موفقا اليوم عانى كثيرا امام جناح الهلال ياسر الدوسري واعتقد سالم الدوسري واعتقد انه يجب عليها ان يجري بعض التغييرات على الجبهة الدفاعية ايضا كيفين جونسن نجم نادي تشيلسي انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا من خلال زوم الكلام مهم برضو يا ربي فيما يخص ان تشيلسي مشاركة او وصول الى النهائي ومشاركة تانية يتمنى طبعا ان هم يكونوا ولكن دايما الاندية الاوروبية تبقى هي الاقرب او الاندية اللي بتفوز بالبطولة الدوري ابطال اوروبا بتكون هي الاقرب للفوز بهذه البطولة احنا تقريبا حضرنا اول نسخة اول نسخة او ويمكن تقريبا ممكن فرقة تقريبا واحدة تقريبا اللي كذبت من امريكا الجنوبية متهيئة للبطولة فلا طبعا الموضوع مختلف تماما طبعا الفرق الاوروبية فرق مختلفة تماما عن اللي احنا شايفينه طبعا امكانيات كبيرة جدا وامكانيات اللعيبة طبعا فرق اجامد فاكيد هي اللي هت بنسبة كبيرة بتبقى هي الاقرب للبطولة بيبع ان انتو الاثنين حضرت النسخة الاولى من البطولة دي فانتو اكيد واخدين بالكم من اي تطور حصل فيها يعني هل حصل تطور في البطولة نفسها فيما يتعلق بالتنظيم فيما يتعلق بنوعيات وكوالتي الفرق المشاركة انا رحت البطولة دي مرتين الفين وخمسة و الفين وثمانية و الفين وثمانية مرحتش الفين وستة فاللي في الاول دي كلها كانت في اليابان فالموضوع طبعا لا كان النظام كان انا مشوفتش بصراحة في الامارات مشوفتش في المغرب بس الموضوع طبعا في اليابان كان فيه نظام غريب يعني الموضوع كان في كاس العالم المنتخبات بالزبط اه بالزبط بالزبط يعني ما عرفش بصراحة الموضوع عامل ازاي في الامارات بس امتهالي برضو هتلاقي الموضوع منظم اكيد طبعا جدا يعني لانه بيبقى كمان تحت اشراف الفيفا فبتبقى الدنيا منظمة بشكل كبير جدا انت احنا كنا في الملعب يعني يقولك مثلا انت عندك ساعة ما ينفعش تدخل الملعب قبليها بدقيقة وما ينفعش تخرج بعدها بدقيقة بالزبط كده يعني يعني ما فيش تهريك في الموضوع ده خالص يعني اسلام اكيد كان معنا وعارف الموضوع عامل ازاي فالتنظيم لا التنظيم كان على اعلى مستوى طبعا يعني تفتكر البطولة دي يا ربي كانت البطولة الاولى احنا الحقيقة لم نحقق المركز السادس على ما اتفكر السادس كنا سادس في هذه البطولة خسرنا المطشين خسرنا المطشين التاني كان التحجد او الاولاني كان التحجد الاولاني التحجد مش فاكر التاني لكن انا اقصد ان البطولة دي الحقيقة احنا زعلنا جدا فمانش تحجد احنا فاكر قوي يعني اهم ذكريات اللي انت فاكرها عن البطولة دي تحديداً لا البطولة دي كانت بالنسبة لنا طبعاً كانت حاجة حلمة احنا مسافريني اليابان هنلعب كاس عالم فكان الموضوع بالنسبة لنا طبعاً يعني حاجة كان فيه فرحة كبيرة جداً نلعب بطولة زي دي طبعاً لا الموضوع كان مختلف وكان الجيل ده نفسه كمان ان انت تروح كاس عالم كان الجيل ده لسه متجمع كان عنده طبعاً طموحات كبيرة جداً ان انت تعمل حاجة احنا كان اول موسم لنا تقريباً يا إسلام، نحن في 2004 أخذنا بطولة أفريقيا، كان النجم السحلي، صح، النجم السحلي وسافرنا، فلا يعني هي أكيد فيها كواليس كتير جداً طبعاً كان فيها زلزال وكان فيها حاجات كثيرة أنا فاكر بس أنا كنت نايم يعني أنا عرفت فيه ناس جريت وبتاعه جداً بس أنا محسيتش بيه بسرعة، بس أكيد فيه زكرات كثيرة، فيه حاجات كثيرة بس حاجات كثيرة ما تتقلش يعني فيه كواليس كثيرة، بس كده من ضحكة كابتن إسجابتك، لا لا فيها حاجات كثيرة طبعاً أجد فيه ضحكة كده نميسة بتقول إن كانت فيه زكريات، أنا رجل مزيعي يا عبد، نجد أقول يا لا لا، ده طبيعي طبيعي، بس كواليس لعبت الكرة كتير جداً 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 بس كلها ما تنفعش تقالي، لأول جيل اللي حداك تتكلم عليه وانتوا يعني بتنتموا ليه، يعني مش بس كان عنده طبوحات كبيرة على حد تعبيرك، وكمان كان عنده إمكانيات حقيقية، كان جيل مميز جداً، بس أنا على طول بقول الجيل، أي جيل بيجي بعد الجيل ده بقى مظلوم، بصراحة يعني أنا ما بحبش تقارن يعني ما بينفعش تقارن أي جيل بعد الجيل دوت بالفترة دي، لأن الموضوع كان صعب جداً، بس بالنظر للموضوع من زاوية معينة، الواحد ميبقاش عارب يعني هم اللي مصدومين، ولأنتوا اللي تظرمتوا لأن جيلكم ما كانش بيلعب في الأجواء اللي بقت موجودة دلوقتي، وفوزة التغطيات الصحفية والإعلامية الفضيعة اللي موجودة دلوقتي، السوشيال ميديا اللي ما بيسبش صغيرة ولا كبيرة، غير لما بتنقل، ده بردو سلع في الحقيقي، فأنا مش عارب ده معنى أنتوا كنتوا محظوظين بعدم موجود الأجواء دي، ولا بالعكس أنتوا ما كنتوش محظوظين لعدم موجودها، إحنا كنا محظوظين بحاجة جمدة جداً، إحنا كنا نلعب في الجمهور، كان وقت الجمهور ما كانش فيه يعني يمكن الجيل ده اللي موجود دلوقتي قاعد فترة جبيرة جداً، ما عافش بجمهور، بلعب من غير جمهور، بلعب جمهور بس لما يطلع بره، بره مصر، لكن طول ما أنت في مصر ما فيه، الموضوع طبعاً لأكيد كان مختلف على أيامنا، أنا شايف إن إحنا محظوظين أكتر بصراحة من الجيل ده، يعني الجيل ده في ناس إحنا دلوقتي بقالنا قديم فيش جمهور، بتتكلم في فترة كبيرة، ثلاث سنين مبدئية، لا لا، ثلاث سنين إيه، بأنها تسع عشر سنين، أنت تتكلم أننا تتكلم على موضوع الكورونا بصفة خاصة، لا لا أنا بأتكلم على الجمهور، بقاله فترة كبيرة جداً، فطبعاً في ناس يعني يعني عد عليها عمرها، يعني بدأ كورة وخلص كورة وهو ملقفش بجمهور، فلا الجيل ده بصراحة تظلم أكتر منها بكتير، أنت بتتكلم بس على الجيل، الناس يتلعب منتخب، الناس يتلعب أهلي وزمالك، بس اللي بيسافر يل كالسوبر مش عارف الإمارات، كالسوبر مش عارف لين، بس هو ده اللي لعب بصفة جمهور، لكن غير كده في ناس كده جداً عدت عليها مفيش جمهور خالص يعني، فأنا شايف إحنا إحنا وقتنا وكان برضو السوشيال ميديا قامش جاء مش زي دلوقتي، بس إحنا كان كل صغيرة وكبيرة برضو كان بتتقال يعني، يعني كان إحنا في فترة طبعاً في النادي الأهلي كان مثلاً كلمة قالت في حمام، كلمة قالت في شاور، كلمة قالت في حكاً يعني بتتعرف، فكان فيه برضو لا، بس برض غير السوشيال ميديا دلوقتي، السوشيال ميديا دلوقتي الموضوع مختلف، يعني الموضوع أنا بشوف أنه بيروح في اتجاهات كثيرة جداً أن في بعض اللاعبين بيكون لهم ناس معينة على السوشيال ميديا، قصص يعني، تعالي بيبقى لها غير أيامنا، احنا ما الحقيقناش نعمل، أنا أقول لك على حالها، ولجان إلكترونية، ولجان إلكترونية، صحيح؟ من كتر الضغط، أنه هو بيحب يتابع، يعني أنا كنت على طول بنصح الناس دي، ما تبصش، ما تسمعش ده بيقول إيه وده بيقول إيه، أنت مش مستني تقييم من جمهور، معلش برضو أرادة أنه أنت في ناس أنا شفتها ما بتعرفش تلعب من الموضوع ده، فعلاً بجد بيخرج من تركيزه تماماً، أنه أنت أصلاً يعني بتتابع الكلام وبتابع الناس، فالتركيز أنا كنت بسمع الفترة فات دي في المنتخب، محمد صلاح كان فيه تصريحات أنه بيكلم اللاعب على طول محد لأنه طبعاً كان فيه أكيد انتقادات كتير في الأول، فطبعاً اللعيبة بتتأثر، في لعيبة بتير جداً بتأثر، في الفترة بتاعتكم ما كانش فيه سوشيال ميديا، بس كان فيه صحافة رياضية قوية، ما كنتم بتتأثروا كلاعيبة برضو بمتابعتكم للجرائد والمنشتات اللي كانت بتتطع في الوقت ده، أنا واحد من الناس لما أكون أتأثر لأن أنا مكنتش يعني بقرأ طبعاً وبشوف وبعمل كل حاجة، ولكن في النهاية لما أكون أتأثر لأنه شخصية اللعب يجب ده اللي يحصل أقرأ وأنا أنا واحد من الناس كنت كده، أقرأ وأعرف كل حاجة وأشوف وشوف اللي يخصني وأحاول أن أنا كتر منه أو الحاجة الإيجابية، حتى لو ما فيش بناء ما هو ده في حد من كبت يعني، وكان طرح يقول لك ده لازم يعتزلوا، لازم مجموعة كلها علينا على مجموعة كده، بص يا سلام أول سنة خالص إحنا جينا فيها كانت 2004 تقريباً، 2004 إحنا لعبنا ماتش تقريباً أوساسونا لو تفتكر في أسبانيا، كان كابتن محمود بكر الله يرحمه اللي كان بيزيع الماتش، هو قال الصفقات كلها مش ناس كبيرة والناس انتقدت جداً الجيل اللي كان جاي كان إسلام وبركاته وإعماد النحاس وتقريباً يعني وأبو تريكا وحسن لا أبو تريكا كان أبينا شوية، أنا بتكلم عن ناس يمكن شوية كانوا بيتكلموا أن الجيل ده جيل كبير يعني ناس جاية كبيرة ومبطلق أنا جاية 27-28 سنة سبحان الله الموضوع، لا الموضوع اختلف تماماً لما الناس بدأت يعني ومع ذلك الجيل ده بص مختلف فنياً مختلف فكرياً مختلف بصراحة في كل حاجة، أنا عشرت الناس دي وعرف دماغ عاملة ازاي، يعني عرف الرجل ده دماغه عاملة ازاي، ما شاء الله يعني لا، فعلاً بجد رجل في الملعب عنده دماغ يعني فعلاً بيلعب في ذكاء كبير جداً لأن أغلبناك عارب أنه كان لعيب مهاري، مالو زي طب، أنا أقول لك الحاجة، أنا أقول لك الحاجة دلوقتي أول مرة أقول له، هو مش حافظة هكذا كبيراً أنا روحت منتخب مصر كان مع مستر تردلي وكان إسلام كنا مع بعض أنا روحت ماتش الكاميرون، تصفيات كاس عالم وماتش ليبيا أنا يمكن أول مرة أقول له كده، أنا لعبت، أنا لعبت باكرايت وإسلام كان موجود المدشين، إسلام ما لعبش، أنا لعبت باكرايت بس أنا بقول لها أنا جوايا كنت مقتنع مليون في المين هو لو لعبها أحسن مني خمسين مرة بس أنا كان ده رأي المدرب كان ساعتها مستر تردلي ده إيطالي، فكان هو ليه فكري معين وشايف إن أنا رامي يقدر يلعب في المكان ده بس أنا أنا لأ شايف لا إن إسلام كان هو فعلاً أحاق، بس طبعاً الكرة ما فيهاش كده، ده وجهة نظر حد يعني بس لا يعني إسلام ما شاء الله يعني كان الجيل بصراحة كله كان في حتة ثانية، بصراحة أنا مرأنت مع الجيل ده وأحسن ناس لعبت معها كرة في حياتي، أنا لعبت عشرين سنة دوري ممتاز لعبت من 18 و أنا عندي 18 سنة، بطلت و أنا 38 سنة، فلعبت مع أجيال كتير جداً، الناس دي بصراحة كانت مختلفة تماماً 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 من أي حد، صراحة، من موعة كلها حيئة كمان يعني، التمرين كان مختلف، شكل التمرين مختلف، اللعيبة نفسها، لمسة اللعيبة للكورة، اللعبة، التركيز، لا الموضوع بصراحة يعني مهماً حكيت لك، يعني مش هتتخيل موضوعك نعمل إزاي، أنتوا كنت بتشوفوا يمكن المواطشات بس، التمرين كمان كان مختلف تماماً الساعة 9 الصبح دي كان التمرين بالنسبة لنا، التمرين درب نار، بجد والله مش هزهر، يعني التمرين كان درب نار، واللي ينزل من غير شنكار ده؟ يا ويلو، بجد، يا ويلو، جزمة جديدة، نيوشوز، نتلع برة، عشان الجزمة جديدة بتتعور، كنا نوسخ، يعني واحد عايز ينزل جزمة جديدة، مستر مانويل ما كانش بيرضى، فكنا ندخل نجيب الجزمة، نقعد نجيب شوية تراب ونوسخها، عشان أقدر ننزل بيها، ما مش راضي، ولو انت تزلت بجزمة جديدة، حيقول لك اتلع برة، يخلي أي حد من العمال ينزل، عشان بتعور الجزمة الجديدة، بتعور الكعب على طول، فهو كان يخليك أي حد من العمال مثلاً يلبسها، يتمشى بيها شوية يومين ثلاثة، وبقى كانت تلتقى تلبسها، كان يقعد يبص أول ما ينزل، نقف دقيقة كده، وهو بيتكلم يبص على الجزمة، نيو شوية أوت، كده بالزبط، لازم تطلع تغير الجزمة، تطلع تغير الجزمة، يعني بص وصلت لمرحلة ليه، احنا كان بيخش في تفاصيل التفاصيل اللي فيما يخص كرة القدر، وكان بيقف لنا لو تفتكر يا اسلام على المختص بعتلج، يعني أنت أي مدير فني، أنا حضرت بقى مديرين فنيين كدير جداً، في حاجة اللي هو الريكوفر، يبتدخل مختص تلج واللعيبة تدخل، ممكن يبعت مثلاً حد من العلاج الطبيعي، حد مش عادي يقف، ده مستر مانويل كان ييجي ويحط رجله كده على السلالم، ولازم الناس كلها تدخل المختص قدامه، أنت تعالى، ده ما دخلش، ده ما دخلش، لازم الناس كلها، فكان فيه فعلاً اهتمام بالتفاصيل التفاصيل، يعني كان فيه فعلاً، يعني رجل، كانت فترة مميزة عموماً جداً، لا، الفترة دي كانت فترة بالفعل أنها كان فيها كاس عالم، هو اللي ودينا لكده كاس العالم، يعني واللي ودينا لكاس العالم، ونحنا ناخد تالت العالم في ظل ظروف صعبة جداً، وفي ظل فرق قوية جداً في ذلك الوقت، كان الاهتمام بالتفاصيل، علشان كده أنا بقول لك اللي بيحصل أو اللي بيعمله بيتسو موسيماني الحقيقة مع لعب تنديل اهتمام بكل التفاصيل وجود الكابت الخطيب النهاردة الكابت الخطيب كان قال أنه هو مش جاي وبعد كده لأ لأ لازم أنه هو يبقى موجود فبقى موجود الحاجات دي كلها الكابت الخطيب كان معانا تقريبا في كل السفرية تقريبا كلها كل كاس العالم لأنا لعبناهم أنا لعب تلاتة ورامي لعب اتنين كلهم كان موجود معانا فيه وكان دايما كان نائب رئيس النادي وبالتالي احنا بنتعامل معاك أسطورة ومش كرئيس نادي الوضع بيبقى مختلف تماما فعشان كده بقول لك ان اللي احنا بنشوفه الأيام دي احنا كلنا شوف نائب لكده كتير عشان كده أنا كنت أتمنى انه نوصل للنهائي بارح ننكسب بالميرس لأنه صعب ممكن ما تجلقش الفرصة دي تاني ممكن شاء الله ربنا يا كريم ان تاخد البطول الأفريقية لكن ممكن ما جالكش فرصة ان انت تلعب فريق الغير الغير حاصل على دوري أبطال أوروبا يعني سهل فاتحنا لعدنا بايرنا ميونيك فالأقرب ان بايرنا هو اللي يوصل لكن انت مبالح بتلعب بالميرس فريق قوي جدا ولكن كنت تقدر تكسبه كنت تقدر تكسبه كنت تقدر تعمل مبارجة وهو ده اللي مزع على الجمهور لو عندك يعني امثال الظروف مختلفة عن كده وانت رايح باللعيبة بتاعتك من الاول زي اي كاس عالم واللعيبة كلها موجودة مثال الموضوع كان هيختلف تمام يعني كان اكيد هيبقى نفسيا واللعيبة كمان حتى بدنيا كانت تبقى فرق كتير يعني لو انت موضوع كان هيبقى مختلف تماما في الموتش عموما الاهلي دائما كبير وسيظل كبير نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل وبعد الفاصل نرجع للنجم الكبير كابتر رامي عدل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين رامي الفترة اللي فاتت شفنا النادي الاهلي بيلعب متى خيولك بقى للمباراة اللي جاية مباراة صعبة مباراة مهمة ونفس الوقت مباراة مداليا اكيد طبعا زي ما احنا اتكلمنا ان الهلال النهاردة قدى مباراة كويسة جدا انا يمكن ما شفتش موضوع بتاع الجزيرة سمعت النتيجة طبعا نتيجة كبيرة جدا وهو عمل تدعمات في يناير للبطولة دي مخصوص يعني هو عمل ست تدعمات للبطولة دي مخصوص يعني هو النهاردة اكيد هو النهاردة زعلان انه ما ملعبش فاينل هو اكيد التدعمات دي كلها انه كان عايز يلعب فاينل يلعب تشيلسي برضو اكيد ممكن ما كانش متوقع انه يلعب تشيلسي يعني هو كان لك ممكن ابقى في النحية التانية مثلا مع بطل امريكا الجنوبية مثلا وعدي ولعب بطل اوروبا في الفاينل يعني فطبعا لا هو الماتش يبقى صعب جدا يعني انا شايف الماتش طبعا هيبقى ماتش تقيل على النادي الاهلي النادي الاهلي برضو يعني بإذن الله اللعيبة تبقى استراحة كويس واللعيبة كلها بقت موجودة دلوقتي بس الماتش الجاي برضو فيه غيابات للأسف يعني عندك افشة تقريبا ان شاء الله اللعي موجود يعاوض بإذن الله ونعمل ماتش كويسة زي انت قلت مداليا والناس يعني تعودت ان احنا بقلنا فترة الحمد لله يعني مركز التالت ده عصبنا عليه كذا مرة فبإذن الله نعمل مباراك وايسة ان شاء الله مباراك بيرة قدام الهلو احنا المفروض احنا كعبان علي عليهم اكتر كمان يعني يعني تقريبا المواجهات احنا افضل افضل في المواجهات يعني حتة التأهيل النفسي يعني التعامل النفسي مع اللعيبة طبعا امر في المنتهى الاهمية دائما وابدا لكن لو حنتكلم على البطولة دي بصفة خاصة وعلى كسر عالم للاندية وعلى اللي وصلت له الامور او اللي قالت اليه الامور في النهاية وبنلعب دلوقتي او بنتكلم عن احنا داخلين نلعب على المركز التالت والرابع هل في ملابسات زي دي اهمية التأهيل النفسي بتزيد وهل بيتسو موسماني من الناس او الى اي درجة في وجه نظرك بيجيد التعامل والتأهيل النفسي للعيبة بيجيد احتضان واحتواء اللعيبة بيعرف امتى يولع الدنيا بيعرف امتى يهدي الامور اكيد يعني انا اتخيل ان هو شخصيته من النوعية دي ان هو فعلا بيعرف يعني يشتغل على الحتة النفسية للعيب يقدر يعلي ويقدر يهدي في توقيتات كويسة ونحن دايما لعبة الاهلي مش بنتكلم دايما ان احنا لعبة الاهلي دي هي مش محتاجة اصلا مش محتاجة تأهيل نفسي انت اصلا الريدي انت ترامد دخالة النادي الاهلي بتتأهل نفسيا تدخل في الجوة السيستم هل أنت في النادي الأهلي متأهل نفسياً أو مضغوط نفسياً أكثر؟ لا، أنا لعبت جوة النادي الأهلي فترة لا أعرف أيضاً أن الإسلام أيضاً يقول أنني لم أعرف أيضاً أيضاً بحثة الضغط أيضاً عندك ضغط كبير إن الناس أريد منك أحسن حاجة هناك أكبر من كده ضغط يا أبو كباتل عندك الفريق تلعب مع فريق يعتبر أن المركز الثاني زي وزي الأكير هذه شخصيات أيضاً أيضاً هناك جمهورات كبيرة زي النادي الأهلي لازم تبقى عندك شخصية اللعب اللي يستحمل كل اللي أنت تبقى بنسمع للجمهور وبدأ من كل حاجة ولكن في النهاية أنا عندي مدير فني بيطلب مني 1-2-3 بيحاول أقدي منه 1-2-3 خلاص؟ لكن الجمهور ما هو ممكن الجمهور ما يبقاش عاجبه يعني إحنا منوال جوزيكام دائماً بيعمل إيه؟ الوقت اللي كنت بتحس أن فيه جمهور شايف أن رامي ده أفضل واحد في الدنيا هو مجمع طلع رامي بره الفرقة خالص ممكن صح هو ده لأنه رامي ما بينفز لهش اللي هو عايزه بالآخر المدير الفني هو اللي بيضع الاستراتيجية اللي احنا بنمشي بيها وجهة نظر يعني ومعرفش برضو رامي بيضع الاستراتيجية مهما كان المدير فني يضع الاستراتيجية واللعب يمشي عليه ومهما كانت ضغوط الجباهير؟ مهما كانت ضغوط الجباهير لشخصية لعباء أنا جوال ملعب والجمهور أنا كمان بلعب بكرت أولا كنت بلعب يعني في المكان الأقرب للجمهور من أي حد بالتالي أنا كنت ببقى سامع كل حاجة في وداني لكن في نفس الوقت باحترم وبحب وكل حاجة ولكن أنا ببقى مركز أكتر في الملعب مش حاجة تانية وتصديقا على كلامك يا اسلام برضو انت تتكلم ان كان فيه لعيبة ميستر مانويل كان بيلعيبها والجمهور مش حاببها خالص يعني الجمهور مش عايز اللعيب ده يبقى موجود في الملعب بس هو شايف حاجة معينة وبعدين هو كان عنده سيستم يعني انت مهما عملت يعني أنا ممكن مثلا أنا ملعبتش كتير جوا النادي لأهي الفترة اللي كنت بلعب مثلا ممكن ألعب ماتش عشان حد فيه غيابات أو فيه إصابات أو حاجة زي كده وبقى بقى كويس جدا يعني مثلا ماتش بقى كويس جدا ممكن اطلع أحسن واحد في الماتش الماتش اللي بعدين تحتياطي فعلا ده حصل حصل في الماتش زي مالك قبل كده رامي أحسن واحد في الماتش الماتش اللي بعدين تحتياطي هو في دماغه حاجة وهو في دماغه سيستم في دماغه لعيبة معينة اللي هتنفذ له الكلام اللي هو عايزه فلا ده زي ما يعني بتكلم على كلام اللي قاله إسلامي يعني انت الدغوطات دي انت بتشيلها من عند دماغك خالص لأن هي شخصية اللعيب جوا النادي الأهل اللي اللعيب اللي ما بيستحملش ما بيستحملش الضغط ده ما بتلووش موجود جوا النادي الأهل ما بيطولش جوا النادي الأهل كثير أو ما بينجحش جوا النادي الأهل بالزبط لأن الشخصية اللي انت جوا النادي الأهل عليك ضغوط كبيرة جدا لو ما بتستحملهاش مش هتنجع فيها أبدا وبالتالي الله يكون فعون لعيبة الدوليين اللي جم طبعا عشان كده أنا عايز أوصل لدي يعني انت تتخال مية وعشرة مليون عديد بيتفرجوا عليك أو بلاش عشرة قول عشرة ما بيتفرجوش صحيح ده أول مية دول كلهم ايه مدربين في روحهم بالزبط كده يعني عادش تفرجوا السلام يعني كل واحد عادوا تشكيلة بوصلة اللعبة الدوليين اللي جد ووصلت ولعبت وعملت وبعدين ايه خلاص شل من دباغه يعني خسر البطولة الأفريقية بطولة الأفريقية في نفس الوقت انا لازم اطلع من جو الخسارة واخش في جو ان انا اركز عشان عندي بالميرس عشان اكثر عشان نلعب نهائي طبعا طبعا هو دي هي دي اللي عبت النادي الأهلي يعني هي دي لعبت النادي الأهلي هي على طول تحت ضغط انت على طول في اي وقت تحت ضغط مطلوب منك احسن حاجة جوالنادي الأهلي البطولة دي خلي بالك الناس انت فاكر ان مثلا جمهور النادي الأهلي رايح او متخيل ان الاهلي رايح هو مش في دماغه عايز تالت ورابع وكامدة لأ هو عايز النادي الأهلي يلعب فاينل وعايز لما يلعب بار مونيخ يكسب بار مونيخ لما عايز يلعب تشيلسي يكسب تشيلسي فهو ده جمهور النادي الأهلي هو طموح عنده طموح الى ابعد مدى يعني هو مش هكايت يعني احنا كجباهير للنادي الأهلي انتو اللي طمعتون اكتين مش جابين حاجة من عندنا هم من اعمالكم صلت يعني احنا ما نجيب حاجة من عندنا مش انتو اللي بتدخلوا دايما كأهلوية ورعبة النادي الأهلي عبر الازمنة المختلفة والأجيال المتطاع يعني انتو اللي طمعتوا جماهير النادي الأهلي يعني بشكل مشروع هناك فارق كبير بين الطمع العادي والطمع الإيجابي احنا بنتطمع إيجابي طبعا يجابي طبعا اه اه اكيد اكيد يعني المهم بس ان شاء الله المتش اللي جاي دوت يعني بإذن الله عايزين بس نعمل مباراكوا ايسا ان شاء الله ونحقق المركز التالت عشان الجمهور يعني ان شاء الله يا رب ومما اننا بنتكلم عالجمهور خلينا روح نشوف زميلنا امير هشام عمل بعض اللقاءات مع جمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الهلال نشوف قاله ايه ونرجع نكمل مباراة كبيرة طبعا من الهلال السعودي امام تشيلسي الانجليزي فوز تشيلسي بهدف مقابل لشيء لكن الهلال كان قريب من التعادل في فرص كتير جدا جدا فخلينا ناخد يعني انتباعات جمهور الهلال عقب هذا اللقاء وكمان توقعاته المباراة الاهلي المقبلة في تحديد المركزين الثالث والرابع بغض النظر عن الهلال ولا شيء الحين اي بطولة كاس عالمن دي تبدأ يقولون بطل قارة امريكا الجنوبية بطل قارة اوروبا في النهاي بس خلنا نكون واقعين بالميرا استاهل النهاي بالموت وحرج الاهلي المصري واليوم كلنا شفنا الهلال شو سوى في تشيلسي تشيلسي اوكي قول بطل اوروبا نادي كبير عندها اسماء بس لو نشوف اليوم هدف تشيلسي مش ملعوب غلطة مدافع والهلال ضيع التعادل في كرات ممكن كانت يعني تحرج مدافعين تشيلسي في انذارات الحكم ما اعطاهم ياها مرتدات كثير الهلال ونقول مبروك للشعب العربي هالنادي الصراحة اللهم لك الحمد مبروك حلوة والهلال ما قصر مستوى كبير تسعين دقيقة بروح قوية تشيلسي ثلاثة واربع هجمات كانت قريبة من المرمى الهلال هجمتين كانت قريبة وكانت محققة لو لا ضيع الفرص اللهم لك الحمد واحد صفر قدام اكبر فريق في قارة اوروبا جدا مميزة ان شاء الله ان شاء الله ان نتغلب وناخذ الثالث من قدام الاهلي وكل الاهلي والهلال عينين براس والله توقعات ان شاء الله اول شيء يعني المباريات مثل هذه الفرق طبعا تكون مباريات قوية مباريات حماسية نعني نتمنى للاثنين نتمنى لهم الفوز ان شاء الله كبداية المباراة كتير رح تكون قوية توقعاتي بالفوز هلالي بس صعب شوي اتمنى فوز الاهلي الهلال السعودي لعب مباراة قوية جدا لعب لعب يعني فريق عالمي استغربت ان اللعب اللي لعبه بس ان شاء الله هلعب مع الاهلي الماضي الجاي ولعب الفريقين لعب حل واللي يفوز الى الاثنين فريقين حلوين انا بتوقع هتكون مباراة قوية جدا بحاول بهني الفريق الهلال على المستوى اللي قدم النهاردة ولكن كاهلاو ان شاء الله بتمنى فوز الاهلي وان شاء الله ان شاء الله بمعرجوع اللعب الدوليين اللي كانوا مع المنتخب ان شاء الله بيعطي قوة وإضافة لفريق النادي الاهلي ان شاء الله ونتمنى ان المستوى يتحسن عن المباراة اللي فاتت وانشوف مستوى يليك النادي الاهلي اعظم فريق في القرية الاهرقية وان شاء الله بنتمنى الفوز الاهلي وان شاء الله هكون مباراة قوية الفريقين اشقاء الاخوات ولكن في النهاية انا بتوقع فوز الاهلي ان شاء الله الاهلي فريق قوي جدا لو كانت العناصر كلها مكتملة طبعا هيكون المستوى متغير هيكون غير خالص وايضعوا اللعبة الدولية بيعطوا إضافة لأي فريق لعبة كبار يعني الإصابات وكان الأهلي كمان غير محظوظ جدا في الإصابات زي ما بنقول إحنا بالبلد المستشفى ما شاء الله فيها عدد الإصابات كتير جدا ودي بتقلل من القوة الضربة بتاع الأهلي طبعا بتفرق لما يكون عندك لعبة دولية موجودة ويكون عندك الإصابات كلها موجودة بتعطي مساحة للمدير الفني الخيارات بتبقى متاحة قدامه كتير بتعطي قوة وإضافة إن شاء الله نتمنى مع رجوع الدوليين وانضمامهم تاني ودخلهم في المستوى ودخلهم في الفعاليات البطولة إن شاء الله في رئيتين كبار جدا الأهلي مصري والهلال السعودي نتمنى أنها تكون قمة عربية مليئة بالإصارة والندية وده أمر سيكون مؤكد نتمنى فوز النادي الأهلي في هذه المباراة وإن شاء الله بإذن الله يحاق المدالية البرونزية الآن عبدالي للستوديو وتفضلك في إسلام مباراة مهمة طبعا ومباراة صعبة جدا ولكن في النهاية أشقاء عرب حيلعبوا بعض وإن شاء الله أنا طبعا كلنا كأهلوية نتمنى أن الأهلي يكسب وتبقى مباراة تليق الحقيقة ما بين بطل قرة أفريقيا وما بين بطل قرة أسيا أخيرا يا رمي لو حابب توجه رسالة للمسلماني في ظل هذه الظروف واللعبين تقولهم ايه لا أقولهم إن شاء الله ننسى بقى المباراة اللي فاتت دي بإذن الله ماتش قوي عايز تركيز كبير جدا فريق الهلال فرقة كويسة جدا إن شاء الله اللعيبة تبقى على حسن ظن الناس وجماهيرها إن شاء الله تحقق البرونزية بإذن الله إن شاء الله منا لهم التوفية إن شاء الله أنا بشكرك جدا يا رمي على وجودك معنا النهاردة والحقيقة دايما بنستمتع بوجودك معنا ومبسوط أني شفتك أنا مبسوط أكتر مبسوط بوجودي معاكو طبعا جدا صرف لي أنوارتنا ونشكرك على وجودك جزيل شكرا كريم شرفته ونورته كالعادة الحقيقة دايما بناخدناك من الصبح البالليل أنا استمتعت أنا زي ما كنت جاي وعندي انطباع قد كان كان في الحال لأطوله أنا جاي أعط معاكو أحدا حلوة أعباء عكبات الكبار عندهم من التاريخ ومن الزكريات الحلوة ما يضمن الاستمتاع بس بمجرد المتابعة فهنا اللي بشكرك على وجود معاك لانتك في الناس ومش مشكلة كلنا واحد هم بيقولولك وحيقولوني بعد كده عموما دي كانت حلقتنا النهاردة أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ولكن ما تنسوش الأهلي في المنديال لسه لم ينتهي عندنا نروح لزمايلنا المتعلقين دائما محمد فارس وأحمد أسامة ونكمل معاهم إيه اللي حصل النهاردة مع بعثة النادي الأهلي في الإمارات أهلا بيكو طبعا فارس وأسامة وحتعملونا إيه بقى النهاردة ورونة هتعملو إيه النهاردة أهلا بحراج كابتن إسلام وأهلا طبعا بساس كريم منوارن دايما وكابتن رامي إن شاء الله يكون يعني بعد الحالة اللي احنا شفناه نهاردة من الإلالة وتشيلسي يعني الأمور بالتأكيد صعبة ولكن إن شاء الله الأهلي يكون قادر على عبور مبارات يوم السابت إن شاء الله ونحق المديلة برونزية بإذن الله في الأهلي في المنديال يا كابتن عندنا لسه أمال وطموحات بنعلقها على النادي الأهلي وعندنا أيضا في الأهلي في المنديال كواليس وأخبار وهاشتاجات وتفاعل من الجمهور وأحلام الجمهور نفسه حققها كلها هتكون معاكم بعد الفاصل في الأهلي في المنديال أهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الأهلي في المنديال ولما نقول الأهلي في المنديال نقول إن من حق جماهير النادي الأهلي لأنها جماهير النادي الأهلي إنها تحزن لما النادي الأهلي لا يتواجد في نهاء المنديال أصل هو الأهلي كده دايما بيرفع سقف الطموحات مش مشكلتنا والله إن إحنا مشجعين للنادي الأهلي وبنحلم دايما إننا نشوف الأهلي خارج كل القواعد ودايما بيحقق كل الاستثناءات لكن قبل مبارات بالميرس قلنا إن الاستثناء اللي حصل في ظروف صعبة جدا أمام منتيري صعب جدا يتكرر ولكن عاشنا الحلم وقلنا يا فارس نحلم إننا نصعد للناقي ولكن قاتت الرياح بما لا تشتهي صفن النادي الأهلي بما لا تشتهي صفن النادي الأهلي وزي ما أسامة قال لكم الفرق كبير جدا 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 فوق ما تتصور أيوة فعلا إحنا زعلانين بس إنت زعلان عشان في نصف نهائي كأس العالم للأندية بتخسر أنت متخيل سقف طموحاتك مش زعلان أن أنت فيه بطولة ما شاركتش فيها على مر تاريخها أو أن فيه بطولة أنت ما لكش وجود فيها أو أن فيه بطولة حتى حتى ما جربتش تسافر تلعب فيها مباراة ولا تسنطر فيها فدرجة حزنك وأعلى درجات حزنك دايما بقول هي أعلى حتة في طموح المنافس ما يقدرش فيوصل بساعاته لحزنك أنت يعني أعلى لفل لما المنافس يوصل به في السعادة مش هيوصل لدرجة واحدة في حزنك ساعاته الكبيرة أقل من أقل أحزانك وعشان كده النادي الأهلي غير أهدافك وطموحاتك غير طريق أنت وأي فريق تاني عمرهم ما هيتقابلون نتمنى بس أن يكون الحزن ده فيه كمان شعور بفكرة أن أنت مش مشجع لأي نادي وأن دي كرة القدم وكرة القدم دائما وأبدا مش هتديك دايما الانتصارات وأن دايما وأبدا هيكون فيه حواجز هيكون فيه فروق فردية هيكون فيه قيمة تسوقية لكن قادرين لسه نحلم من تاني وإن شاء الله نكون في كأس العالم القادم وإن شاء الله يكون الظروف أفضل الاستعدادات أفضل والأحلام تكون أفضل والإنجاز يكون أفضل إن شاء الله بالتأكيد ظروف النادي الأهلي لو أنت استعرضت الفرق اللي شاركت في مسابقة كأس العالم للأندية هتلاقي أصعب ظروف مر بيها نادي هي ظروف النادي الأهلي وده مش تبرير ده مش مبررات ده واقع وحقائق هنستعرض في الحلقة أن ناس كتير مؤمنة به خارج الجمهورية العربية أو جمهورية مصر العربية لأن ناس كتير من شمال أفريقيا ومن الخليج عارفين كويس قوي ما مر به النادي الأهلي من تعرض للموعيد وحتت بقى أن أنفنتين واعتذاره ده شيء أصلا غير مقبول لأن في النهاية ما حدث هو كالعادة عدم تكافؤ فرص وكالعادة عدم تقدير لقارة بالكامل تدعى قارة أفريقيا وممثلها وبطلها النادي الأهلي خلاص الكلام عدى والوقت فات ولكن في النهاية أحنا أمام مباراة صعبة بل صعبة جدا أمام فريق قوي بل قوي جدا بنحترمه ولكن النادي الأهلي بيحترم دائما كل الفرق وأيضا كل الفرق مهما كانت قيمتها التسوقية ومهما كانت قوتها لابد أن تحترم النادي الأهلي وهي مباراة على تأكيد النادي الأهلي على مشاركاته وتحقيقه للمدليات النادي الأهلي بيأتي بتحقيق مدليتين في خلال مشاركاته في بطولة كأس العامل عندها نتمنى بإذن الله يكون يوم السبت البطولة التالتة إن شاء الله إن شاء الله وثيما السبت تكون البطولة التالتة أو المدليات التالتة وده حلم كبير حلم صعب أعتقد أن ندي الأهلي عودنا الندم الصعب بس كمان بشوف أن إحنا كنادي أهلي كان عندنا بطولة قاسية جدا في ظروف قاسية جدا يمكن انا ما بحبش فكرة ان احنا نوصل للمواطن نهائي ونبدأ نرجع نسقط عليه الوضع بمعنى ايه افسر اكتر انا كان في البعض قبل البطولة بيقول في ظل الظروف اللي حصلة وفي ظل التعنت وفي ظل افتقادك للعبتك والله كان حل كويس جدا ان انت ما تروحش تلعب البطولة دي يمكن انا كنت رافض للفكرة ولكن نفس البعض وناس كتير منهم لما انت بتتخطم انتيري الاول مرة في تاريخك كنادي اهلي شفنا النادي الاهلي باجيال عظيمة ما قدرش يحقق ده لما انت قدام بالمراس بتتفوق عليه داخل المباراة في حاجات كتير جدا وحنيجي لده البعض دلوقتي بيقول ان النادي الاهلي ازاي يخسر في المباراة دي اه انت تزعل بس في نفس الوقت لازم تعرف ان انت في ظل ظروف صعبة جدا عملت شيء قد يكون في تاريخك استثنائي وهو ان على الاقل في مباراة امام بطل امريكا الجنوبية تكون لك الحضور ده ازعل عشان فريقك ما تزعلش من فريقك عجبني الجملة وعجبني فكرة انت موضح ان التناقض لان انا كنت مع مدرسة ان انت ممكن تقدم اعتزارة عن البطولة تقديرا لدور افريقيا وبطل افريقيا لكن حتى لما حصل ما حصل في البطولة لأنا سعيد جدا وفخور جدا بالنادي الاهلي وفخور بالانتماء للنادي الاهلي لان ما قدمه النادي الاهلي في بطولة كأس العالم الاندية بالتأكيد محل تقدير واهتمام مش عاوزين الزعل والحزن ياخدنا لفكرة جلد الزات اكتر مما ينبغي خاصة وان على الجانب الاخر بنجد بعض الاشخاص وبعض المنتمين لاعلام اخر واندية اخرى وكانوا مسئولين ومتحدثين رسميين بدأوا ياخدوا فكرة اخافوا تماما وقت الاهلي وفوز الاهلي على منتريه بالغيابات الخمستاشر لعب تمانية منهم السين وبدأوا ياخدوا فكرة ان النادي الاهلي هو الاكثر نتائج سلبية داخل المنديال على مدار تاريخه وتجاهله ارقام زي ما انتم بتتكلون بالارقام هنتكلم احنا كمان بالارقام ونقول لك النادي الاهلي فين في تاريخ كأس العالم للاندية فين في تاريخ المنديال هتلاقي اسمه منحوط في تاريخ كأس العالم للاندية واذا كان مشكلة ان النادي الاهلي شارك سبع مرات وباقي الفرق ممكن تكون مش قادرة تشارك فدي مزن بالاهلي ان هو الاكثر قوة داخل القرى دي الفرق الاكثر تحقيقا للفوز في كأس عام الاندية الناس افتقرت فقط لغير الفرق الاكثر تحقيقا او استقبال الاهداف او تلقي الخسارة النادي الاهلي بيأتي في المرتبة الرابعة وامامه فرصة تاريخية ان شاء الله يتساوى مع فريق منتر ري في المرتبة الثالثة من في المرتبة الاولى نادي ريال مدريد عشر مباريات فوز يأتي بعد نادي برشلونة سبع مباريات فوز منتر ري بالفوز النهاردة على الجزيرة واعتقد شفنا مدى قوة فريق منتر ري النهاردة امام الجزيرة اصبح ست مباريات فوز يليهم النادي الاهلي بخمس مباريات فوز ويحسب للنادي الاهلي مباراة وفاز فيها على بالميرس برقلات الترجيح ولكن دي تحتسب تعادل اذا النادي الاهلي في مكانة مرموقة وسط الاكثر تحقيقا للفوز لكن البعض بياخد فقط لغير الهزائم ايضا عندنا مشاركة اخرى ورقم اخر ورقم مسجل باسم النادي الاهلي الفرق الاكثر لعبا لعدد مباريات في بطولة كأس العالم للاندية هنجد ان النادي الاهلي سبعتاشر مباراة هينهي كأس العالم الحالي ان شاء الله هو تمنتاشر مباراة بعد اوكلاند سيتي خمستاشر بعد ريال مدريد بالتساوي مع منتريه اتناشر مباراة برشلونة تمن مباريات ده معنى ايه معنى واضح جدا ان انت فقط لغير شفت الارقام السلبية وطبيعي جدا لما تشارك على مستوى هو الافضل بين قرات العالم تكون في بعض الارقام السلبية لكن لما يكون فيه ارقام ايجابية وارقام خاصة بالنادي الاهلي لازم كمان نورها لك ولازم كمان تشوفها هتقول اصل النادي الاهلي هو الاكثر مشاركة سبع مرات وشارك عن افريقيا سبع مرات ده الكلام ده يدينك لان النادي الاهلي لما يشارك عن بطولة او قرات افريقيا سبع مرات معناه ان هو كبير القوم في افريقيا وسيد اسياد القرى الافريقية في قرة القدم فما يصحش اي نادي اخر او اعلام نادي اخر في قرة افريقيا يتحدث عن النادي الاهلي بالتقليل من شأن النادي الاهلي اعتقد ارقام واضحة ولسه عندنا ارقام تانية ده انا عايز اخذ من الجملة دي لان القعدة الاساسية قد تكون اهم من الارقام بمعنى احنا عمالين نعرض النادي الاهلي وسط ابطال العالم وسط كبار العالم عشان انت تبدأ تيجي تكلمني في نتائج النادي الاهلي لازم الاول تكون انت محقق نجاحات قرية تكون انت نادي متواجد في المحافل العالمية تكون انت بطل قرتك فروحت في كاس العالم للاندية قدمت اداء افضل فتيجي تقول لي ده انا بص لما رحت عملت كذا انما البعض بيتكلم وحقيقي احنا مش شايفينه والله ما شايفينه والله ما موجود التاريخ يا جماعة ما بيتكتبش بالكلام عشان كده جوستاف لوبول كتاب مهم جدا نسمه سيكولوجية الجماهير فيه نقطة فيه مهمة وهي فكرة تقييم الجمهور للأحداث هنا مش الجمهور الرياضي تقييم الجمهور بمعنى المجموعة لو جينا رحنا الجمهور النادي الاهلي واسقطنا عليه طريقة تفكيره هتلاقي دايما في حالة الاخفاق او في حالة انك مش موجود في حاجة لما تيجي تتكلم عن الاخر اي اخر هتلاقي الجمهور دايما انا لازم اقفع رجلي لازم اكون الاول وبعد كده اتكلم فلما انت ما تبقاش موجود ما نفعش تتكلم الا لو انت عقليتك مبنية على فكرة البطل الوهمي المنتصر الوهمي اللي لو كان راح كان عمل احسن من كده وقام من كلمة لو واللي بيعيش في كلمة لو وبعيدا عن اللو خلينا في الواقع لان النادي الاهلي مش بتاع لو النادي الاهلي بتاع ارقام وحقائق الفرق الاكثر تسجيلا للاهدف في كاس العالم للاندية اكثر تسجيلا للاهدف انا بقول البعض ما سانطرش ريال مدريد 31 هدف مونت الرية 25 هدف البارس 23 هدف النادي الاهلي 13 هدف عندنا كمان هدفين كاس العالم للاندية رونالدو 7 هدف جاريس بيل 6 هدف سواريز وميسي وسيزر 5 هدف محمد محمد ابو تريكا من النادي الاهلي اربع هدف دينيلسون اربع اهداف شوي تاني اربع اهداف ابو تريكا كمان فيه هدف له انا زعلاني النوات حسب انجول في ماتش باتشوكا المكسيكي ولكن خلاص هنمشيها اربع اهداف دي طبعا كانت ارقام ايجابية وواضحة جدا للنادي الاهلي ومشاركات النادي الاهلي في كأس العالم للاندية البعض مش هيذكرها عندنا ارقام ممكن تتحقق وممكن تزيد ان شاء الله في حالة الفوز في المباراة الصعبة جدا امام الهلال السعودي الشقيق يوم السبت هندخل المباراة وهنخرج منها اشقاء مش عاوزين بعض الصغار يلعبوا في المكانة اللي بين فريقين كبيرين فريق هو الاعظم والاكبر في كارة اسيا والدولة السعودية الشقيقة وفريق هو الاعظم والاكبر في كارة افريقيا ودولة مصر طبعا نادي الاهلي نتمنى تكون الامور اهدى جماهريا واحنا دايما مع فكرة الارضية المشتركة اللي دايما نتكلم فيها واحنا دايما مع فكرة الهدوء احنا لا نقلل من شأن اي نادي ولا نقلل من شأن جماهير اي نادي ولكن لما البعض يحاول يقلل من نادي الاهلي فلازم نرد ونوضح الأرقام دائما وأبدا احنا هنا رد فعل لم نذكر أي نادي بأي إساء ولم نقلل من شأن أي نادي بس دي أمور لازم تكون واضحة أمام الجميع ولازم كلنا نكون في حالة التفاف المفترض نكملها إلى حد بعيد لكن هنا بقى نروح لجمهير النادي الأهلي نفسها جمهير النادي الأهلي نفسها وزي ما قلنا أنت من حقك أنك تزعل لكن أنا برضو عايز أوريك حاجة تانية برضو من جمهير النادي الأهلي كان فيديو مهم جدا ساعات بنتجاهله وساعات الغضب بياخدنا وجلد الزاد بيزيد فتعالوا نفكركم في فيديو 2008 نشوف الفيديو عشان عندي تعقب عليه مهم جدا نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب ترجمة نانس口 اشتركوا في القناة 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 نقطة نقطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي عملوا اشتركوا في القناة بالتضليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال ان التصريح بتاع قارة افريقيا ده في مشكلة لا انا بكلم على التصريح بتاع كيروش اه التصريح بتاع كيروش كان مقارنة لان انا ما سمعتهاش لا التضليط ده تهم كده قال اعلام المصري الرياضي بيضل الشعب المصري وبيضحك عليهم وبيخدعهم بص انا ما عنديش مشكلة في دعم كيروش بس عندي مشكلة في اللي انت حاولت تتوصله وهي المفارقة والتناقض في التعامل مع بيتسو موسماني بص يا جماعة طالما بيتسو موسماني هو مدرب النادي الأهلي لآخر لحظة ليس لأي سبب غير أنه هو مدرب النادي الأهلي هنفضل ندي حقه مش هنفضل نجامله ولا هنفضل نقول حاجة تركهم الإنجازات هنفضل نقول وندي حقه ولو في حاجة سلبية إحنا كنا هنا وجوه قناة النادي الأهلي وتقدروا تترجعوا أي حلقة تكلمنا فيها عن بيتسو موسماني وتحدى شيء فني أو شيء غير فني حتى ما تكلمناش فيه في إطار أن الصح إيه والمفروض إيه إحنا في النهاية عايزين الراجل يتم إنصافه في ظل الظروف اللي زي ما قلت البعض قبل البطولة بيقول أصلا حنشأ حقه نتائج كارسية ما نشاركش دلوقت الراجل بيجلد على النتائج اللي في رأيه مرضية وأتمنى كلنا نحافظ على استقرارنا الفني وكل العوامل قبل مباراة الهلال تحديدا لأنها مباراة صعبة جدا بعد الفاصل هيستمر الأهلي في المنديال مش بس النسخة دي وكل النسخ لأنها بطل أفريقيا نشوفكم بعد الفاصل أهلا بحراتكم من جديد والأهلي في المنديال الأهلي في المنديال قدام بالميرس كنا نقدر نفوز كنا نقدر بس زي كالعادة يعني عدت البطولة معنا من الأول كده ما كانتش ماشية معنا في المباراة أحيانا بيكون التوفيق مش حليفك أحيانا بتكون يعني الأمور ما بتخدمكش يمكن لعبنا الشوت الأول على أننا نطلع متعادلين الشوت الأول وعندنا لعيبة جاية من منتخب مصر قبل المباراة نقول 12 و4 يعني حوال 16 17 18 ساعة حاجة كده يعني ولا في الخيال فبالتالي كل الأمور حمالة أوجه تلعب بيهم ولا متلعبش بيهم تشرك جزء منهم ولا متشركش جزء منهم كل ده ما ينفعش أقول ده صح وده غلط ينفع أقول أن فيه الموضوع حمال للأوجه تقدر تقول أن طهر تقلق المطش الأولاني أمم تريه طب ما تبدأ بيه تكمل شوت ثم ينزل محمد شريف طب أنا محتاج دلوقتي مغربي كان مصاب فالعب بأيمن أشرف طب أنا عندي نص الملعب فادي ألعب السلية شوت وحمدي فتح شوت كل الأمور دي كل الأمور دي ممكن نختلف فيها ولكن مش هتوصل لحاجة صحيحة 100% فعشان كده إحنا عندنا يا فارس مباراة زي ما أنا بقول ما عرفش أنت متفق معي ولا حمالة أوجه لا مختلف شوية أنها مش حمالة أوجه اللي حصل في البداية كمان ما كانش غلط بمعنى إحنا بنيجي هذا أنت رايح للحياتة تانية أنا عارف أن أنت أصلا ما أنا حقوله بس حتى في رأيي ده ما كانش حمال أوجه إمتى حيبقى حمال أوجه لما تيجي تشوف المباراة انتهت لإيه وتبدأ تفكر على اللي المباراة انتهت ليه بمعنى أنا باجي أشوف المباراة انتهت إحصائيات إزاي وانتهت بنتيجة إيه وكنت قريب ولا لأ وأبدأ أقول ليه مطمعتش ليه مطمعتش أنا كنت موقع أو على فكرة أنا والله في لحظات كتيرة كنت بقول لي نفسي كان وفعلا كنت شاف إن إحنا كنا نقدر بس جيت لازم أفكر وأشوف ستاتس وأشوف إيه اللي حصل جواه المباراة جيت فكرت لو إحنا عشر قاعدين مع بعض قبل المباراة وبنتكلم فنيا بمنطق ده وبنشوف كلنا نساعد الراجل المسلماني ده ونعمليه حاجة أقول أنا غايب عندي اللاعبين دول كلهم الأساسيين المهمين أنا لعب مطش أكتر من بالمراس وكنت لعب مطش قدام منتيري استهلكني بدنيا وبالمراس جاي مريح كمان عدد الأجانب عندي تعالى شوف الهلال بيلعب بسبع أجانب كلهم مؤثرين أنت بتلعب باثنين أجانب بس هتبدأ بمعلوم وديانج وعلى فكرة مش معنى كده أنك ولد الأجانب عندنا وحشة باستثناء يعني أنت تختلف أو تتفق على مستوى مكسوني تعالى أنت عندك حتى الديني بدر بنون اللي هو راجل كان بيلعب دولي في المنتخب المغربي والديني بيرسي تاو أغلى صفقة جبتها للاعب أجنبي في تاريخ الآن وخليني أتحط في الظروف دي طيب كل ده أنت نقصه كمدير فني على المستوى البدني وكمان زي مؤسسة ما شرح لكم عندي لعبة جاية أنا محتاجها جوه المباراة فنيا والله ما بلعبهاش رفاهية بس كمان هم مستهلكين بدنيا وجايين من رحلة سفر غير كمان بالمراس اللي واصل بقاله فترة طيب حاجة أفكر في المباراة هقولي أعمل إيه أنزل وأنا بدنيا أقل وفنيا أقل وعندي نواقص أفتح الملعب ولعب هيت وهد واتخطف ويبقى هيفي سكور واللي على الأقل أنزل مقفل ولعب على الكاونتر أتاكس لأن فريق بالميراس هيبقى متحفز وعايز يعوض البطولة اللي قبل كده طيب سيناريو مسماني كان ماشي كويس جد يعني الخطأ ما كانش في الاستراتيجي بس الخطأ حصل في إيه فاول ليك أخطاء في التمركز أخطاء داخل المباراة بعد كده هدف بيجي فيك في وقت قاتل في آخر الشوط الأول وهدف في أول الشوط التاني كل ده بيقتلك فنان داخل المباراة ومع ذلك مسماني حاول يوزع أدواته زي ما انت قلت بالزبط على مدار المباراة فخرج كأرقام أفضل جوه المباراة بس كنتيجة مش أفضل هل معنى كده أنه هو أخطأ؟ لا مسماني حمل بدأ المباراة بالشكل اللي في رأيه زي ما قلت لو احنا عادينا عشر وبنتكلم بمنطق كنا حميل أنك لازم تبدأ مش مندفع محافظ بتستكشف بتلعب على الكونتر أتاكس النتيجة هي اللي طمعتنا بس في نفس الوقت زي ما بقول أصلا النتيجة دي ما خدتش حقا كوحدة من أفضل مباراة النادي الأهلي في كأس العامل الأندية بكل النواقص دي ده حتى لو تكلمنا في التشكيل وعشان برضو يبقى حطين الصورة قدام الناس وبنتكلم بوضوح ممكن الناس تختلف في التشكيل الحداشر اللي بدأ بيهم بيتس ومسلماني ممكن تختلف في لعب اللعب ده ممكن يكون طاهر ونحط مكانه الشريف ولو الشريف ما كانش ظهر بشكل موفق الشروط الأول كان يتقال إيه يا عم طاهر كان معاك ودام منتر ريه كويس وكان بدأ وعمل معاك مطش حلو منتر ريه ما تديره وبعد كده شريف لسه جايلك من السفر فعشان كده دي النقطة اللي أنا بقول ممكن تكون حملة أوجه في لعب واحد لكن بالتأكيد التشكيل اللي كان موجود على أرض الملعب كويس جدا وهو يا غورك حمدي فاتحي اللي فاجئنا وعمل حاجة أنا وجهة نظر خارج قاعدة هنبقى نتكلم عنها لكن الباقي لازم نكون عارفين إن رحلة عشقة الجهات مع منتخب مصر أمام في رحلة الكاميرون مباريات كتير خد كمان عندك فكرة إن انت بتلعبش مباريات رسمية بقى لك كتير اللعيبة دي ما تمرنتش مع عمدرها الفني بقى لها فترة طويلة جدا هي دي مباريات لا 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 سيبك من مباريات إحنا كاملين وجهزين ونزلنا لعيبنا فتعال نشوف عملنا إيه قدام بالميرس ونستعرض الإحصائيات أمام بالميرس عشان نشوف إحنا بنتكلم ده مباريات لا إحنا مش عايزين مباريات خالص إحنا ناخد الأمور كأننا جهزين تماما لبلميرس أنت قدام فريق بالميرس اللي قمت التسوقية 180 مليون يورو استحوازك 51% توتل المباراة ماشي استحواز سلبي لا تعال شوف المحاولات على المرمى أنت 16 محاولة على المرمى مقابل 12 لبلميرس طب ماشي ما أنت عمل بتشوت من أي حتى وبتطلع بره في السماء ومش عارف إيه لا ده أنت شاهد 7 أون تارجت مقابل 3 أون تارجت لبلميرس أنت من 16 دول فيه 7 تزيدات من داخل 18 بتاع بالميرس يعني أنت متخيل أنت بتلعب في التلت الأخير لبطل أمريكا الجنوبية بالشكل ده دي أهم الإحصائيات فيه كمان اللي هي الأهداف المتوقعة أنت 8 من 10 وهو 86 من 100 يعني تقريبا 8 من 10 وهنا بقى دي النقطة اللي هنقف عندها عشان نوضح الأمور ممكن نشوفها بالشكل الحقيقي على أرض الواقع لما يكون أنت أهدافك المتوقعة أقل من هدف وهو أهدافه المتوقعة أقل من هدف ويسجل هو هدفين وإنت ما تسجلش فيه عوامل بتدخل في الموضوع أولا نقول عامل التوفيق وده في كرة القدم لكن العامل الأهم هو الكواليتي هو الجودة هو فارق الجودة فريق بالميرس سدت 3 تسديدات على المرمى اتنين دخلوا اتنين دخلوا انت سددت سبعة على المرمى اون تارجت مفيش ولا كرة دخلت سبعة دولت منهم واحدة بار يعني جات في العرضة بتاعت وليس سليمان مفيش ولا كرة دخلت يبقى هنا هل هي أمكانيات مهاجمين وبس استعرضنا في الحلقة اللي قبل المبارات بالميرس 3 اللعيبة اللي حذرنا منهم هنا أنا وفارس وال3 اللعيبة كانت كومتهم التسوقية 32 مليون يورو وقلت يا جماعة ده أعلى من القيمة التسوقية للنادي الأهلي بالغيابات بالإصابات بالسلطات بكل حاجة الأرقام دي تتحط على أرض الواقع راح كورتين على المرمى طبعا يعني انت بتلعب بالحارس اللي احتياطي مش محمد الشناوي على الأقل الجولة التانية كان ممكن يتعامل معها بشكل أكفأ من كده ولكن في النهاية في لعيبة خادت المبادرة لعبة الجودة جود انت أجدت أيو أجدت وأجدت تحديدا في شهود تاني كان فيه كورة محمد هاني هدف يعني غير موفق فيه محمد شريف ان هو كان سابق بكتفه كورة وليد سليمان في العرضة فيه شك فرق الجزاء أو على الأقل فاول على حدود 18 وما تكلمناش عن الحكم وما حدث من حكم المباراة اللي أنا مختلف كتير أي من أشرف في سكة غضب من التاكلنج لكن أنا بالنسبالي الكرة كان فيه سراع على الكرة وأي من أشرف لم يستخدم أي سلاح لكوع ولا استرزات ولا سن الحزاء ولا ربا ولكن في النهاية خلص مش هنتكلم في دي لكن كورة أحمد عبدالقادر لو مش بلن على الخط على الأقل فاول لكن مش كلامنا التحكيم كلامنا ان احنا قدرنا نصل زي ما فريق بالميرس قدر يصل ولكن فيه فارق في الجودة لازم نعترف به النهاردة ما كناش موفقين أو مبارح يعني أو في المباراة دي لكن بالتأكيد احنا ما كناش بعيد احنا ما كناش بعيد احنا كنا يا فارس قريبين جدا وقريبين من الصعود ووجهة نظر لما نيجي ننتقد أعتقد لازم ندي كريدت للفريق ده حقيقي وده اللي احنا بنقوله على فكرة الأمور ليست مثالية وأكيد لو مسماني أحسن كل القرارات كنت طبيعي تكسب يعني إذن القرارات لم تكن هي الأفضل بنسبة 100% وعلى فكرة حقيقة على أرض الملعب لو كنت اطمعت بدر شوية كنت يمكن حقاة نتيجة إجابية أكتر ولكن اللي أنا أصدع لي أن ما يبدو ليك منطقة في ظل الحسابات اللي قبل المباراة أن أنت كنت تبدأ كذا وعشان كده كمان يمكن اتكلمنا عن النادي الأهلي بس حابين نقف عند ظاهرة أيوة ظاهرة من ظاهر الطبيعة ظاهرة من ظاهر الكون وبنقول ما شاء الله وبنقول ما شاء الله احنا يعني الحالة صعبة مش نقصين حمدي باشا فتحي وبساطة كده حمدي فتحي انسى يا باشا منطق انسى علم انسى بدني نهدى نهدى شوية لا لا والله يا حمدي فتحي والله خايف لا ان شاء الله ربنا يسترها معايا وربنا يحفظه يا رب حمدي فتحي جوه المباراة عمل اللي انت ما ينفعش تنتظر ان هو يحصل اللعب بينزل حط بقى معي اللعب لعب الكاميرون وقت اضافي لعب لحد اخر المباراة لعب 100 وتسع دية تقريبا لحد الاشواط الاضافية بيسافر الرحلة دي وبينزل بداية الشوت التاني او كمان بعد مرور عشر دائم الشوت التاني عشان يعمل اشياء لا يمكن تتخيلها عشان يقطع مساحات في الملعب لا يمكن تتخيلها عشان هو اللاعب اللي يبقى بعد المباراة شايف في عينه حزن وكأنك انت ابني زعلان ليه والله العظيم بجد انت اثرت في ايه ده انت خلتنا كلنا والله العظيم نفخر ان فيه لعب زيك جوان نادي يعني حمد فتحي كارقام لقى ب43 ديئة تمريرات ودقتها 93% من اين لك بهذا التركيز الزهني في ظل الظروف اللي انت بتلعب فيها تزديدات تلاتة كمان مش اتنين استخلاص للكرة اربع مرات قطع تمريرات اتنين يعني هو افسد للمنافس حوالي ست محاولات التحامات هوائية تلاتة صحيحة منها اتنين اجنال الالتحامات تسعة اللاعب الصحيح منها ستة اللاعب كان بيدخل خلاني افخر ان فيه لاعب بالعقلية دي وبالروح دي وبالامكانيات دي جوه النادي الاهلي وخلاني اغجل قوي مش اغجل من نفسي اغجل من فكرة ان ايه الاحساس ده بالفريق وهو لاعب مش شايف قدامه ان انا ينفع اخسر حمدي فتحي رجولة قلب الاسد قول لحد بكر ربنا يا حميك يا حمدي وهنا رسالة للبعض اللي تجاهل منح حمدي فتحي حقه مع منتخب مصر احنا هنا من قناة النادي الاهلي اشدنا بابو جبل اشدنا بالوينش اشدنا بحمد فتوح اشدنا بزيزو اشدنا بكل اللاعبين اللي كانوا يستحقوا الاشهادة وما فرقناش في فكرة الالوان لكن ليه حمدي فتحي ما خدش حقه بالشكل الكافي بعد مشاركة رائعة مع منتخب مصر في امم افريقيا كان هو اللي شايل خط النص بمعنى الكلمة حرفيا رغم اصابته كان عايز يكمل المباراة ليه استبعدنا الاشهادة بحمد فتحي ليه كان الكلام قبل البطولة ان احنا في حاجة للاعب اخر في مركز ستة من اجل منتخب مصر ولما حمدي فتحي رد في الملعب عمليا ان منتخب مصر او كيروش اختار الرجل المناسب في المكان المناسب ما طلعناش اقول نحنا بنعتذر ان احنا كنا بنطالب بلاعب اخر ما كان حمدي فتحي او على حساب حمدي فتحي او لكلة السقة في حمدي فتحي ما فعله حمدي فتحي في امم افريقيا كان عظيم وما فعله في مباراة بالميرس كان اعظم حمدي فتحي كان من وجهة نظري لو عايزه في خط الظهر في المباراة هتلاقيه لو عايزه في خط النص هتلاقيه لو عايزه رأس حرب هتلاقيه له تلات محاولات على المرمى من اكتر اللاعبين اللي هم محاولات في النادي الاهلي على المرمى ربنا يحملنا حمدي فتحي ده بالنسبة لحمدي فتحي لكن كمان فيه نقطة مهمة جدا يعني ايه موقع ينزل عن فكرة او كرة لأي من اشرف ان هو محتاج تأهيل نفسي الكلام ده والله العظيم عيب عيب لما يتقال على نجم من نجوم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي واحد نجوم منتخب مصر واحد نجوم منتخب مصر شئنا ما بينه اي من اشرف من افضل اللاعبين خلال اخر سنتين حتى لو انت عايز تنتقده في بعض التدخلات وبعض التهور انتقد لكن تقول محتاج لتأهيل نفسي لا الصحف اللي كتب ده محتاج لمراجعة ادبيات المهنة لكن اي من اشرف المفترض يتعامل احد نجوم منتخب مصر انسوا الالوان وانتوا بتقيموا نجوم منتخب مصر احنا بنمنح الناس كلها حقها فعيب قوي لما يتقال على كابتن النادي الاهلي انه بحاجة لتأهيل نفسي بص عسامة الاختلاف الفني ده شيء حقه اصيل لأي حد يمكن اي من اشرف وانا بتكلم عليها بديم بارح لازم الاول تدي له كريدت رجلته قد ايه هو كان موجود في مواقف كتير جدا مستوال في وقت كبير جدا كنا بنشيد به واهله انه يكون موجود في المنتخب ويلعب في اكتر من مركز ولكن لما تيجي تتكلم ان اي من اشرف في بعض الامور تستدعي مراجعة قراراته الفنية ان اي من اشرف يشوف فكرة انه هو قد يكون في بعض من اشكال التهور اللي بيحصل في بعض الالعاب كل ده كلام فني محصول معقول او متقبل او ان احنا ممكن نتناقش فيه اما المصطلحات بتاع التأهيل نفسي يا جماعة تأهيل نفسي اصلي احنا لعبة النادي الال يا جماعة دي لعبة منتخبات ولعبة كبيرة ورفعت بطولات ورفعت كؤوس ففكرة التأهيل النفسي دي حتى من غير ما تدي له كريدت في حاجات كتير جدا صعبة اوي وغير منطقية وغير مقبولة كلمنا كتير في الحلقة الناس ممكن تشوف ان احنا بنبرر قلنا النادي الاهلي تعرض لمشكلات فالافضل او الفيصل عشان احنا في حاجة لتوضيح الامور عندنا صحفي اماراتي يعني اتكلم عن فكرة النادي الاهلي ومشاركة النادي الاهلي في البطولة وما تعرض له النادي الاهلي في البطولة عشان ما يبقاش الكلام طالع من ناس او من شعار قناة النادي الاهلي فيتم ترويجه على انه مبرد تعالوا نشوف الاستاذ راشد الزعابي بيتكلم عن مشاركة النادي الاهلي في المنديال ونرجع نعقب أنا أعتقد هذا تفريط بحق من حقوق النادي الأهلي في البطولة اللي صار كارثة بكل معنى الكلمة كارثة تنظيمية بكل معنى الكلمة الاتحاد المصري كان مفروض أضعب الإيمان يلجأ للتحاد الأفريقي ومن حق الاتحاد الأفريقي أن يدافع عن حقوق الاتحادات الأعضاء عنده ومفروض أن يدافع عن حقوق النادي الأهلي بصفتة ممثل القارة الأهلي ما يمثل بس مصر يمثل أيضا القارة الأفريقية إلا إذا كان هناك أمور ثانية نحن ما نعرف فالمفروض أن الناس تطلع تتكلم إلا إذا كان هناك أمور تانية لا نعرفها أعتقد النادي الأهلي هو ممثل مصر وممثل أفريقيا لكي نلتفت لبعض الصغائر اللي خرجت تشكك في تمثيل النادي الأهلي مصر وأنا أعتبر هذا خطأ ولكن في النهاية الاتحاد المصر يا فارس والاتحاد الأفريقي كان المفترض من وجهة نظر الأستاذ راشد الزعابي أنه هو يكون دعم للنادي الأهلي في قضيته العدلة هقول لك شيء يزعل أكتر الاتحاد السعودي منذ دقائق نزل دعم للهلال كتب فيه إيه بقى كل دعمنا للهلال أعتقد ده إسقاط واضح ممثل السعودية ده حقهم وده شيء طبيعي وده احنا بنأيده على الجانب الآخر بيان بيان بس شكره فيه النادي الأهلي ودعموه أنا معرفش بتكتبوا بيانات في حاجات كتيرة جدا يعني بيكون أعتقد ما فيه شيء مؤثر فيها والحاجة اللي تستحق بيان ما بنشوفش فيها كلام وبنشوفش فيها دعم النادي الأهلي لكن النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يشرف مصر ويمثل دايما 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 إنجازات الكرة الإفريقية بشكل عام ختاما البعض بيكون زعلان في اللحظات اللي زي دي عشان الأهلي زي لكن حتى عذاب حب النادي الأهلي هو مختلف وأنا بقول لو كان ليه قلبان عشتوا بواحد وأفردتوا قلبا في هوا الأهلي تعذبوا نشوفكم والأهلي في المندي شكرا للمشاهدة